السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لحضركم جميعاً وشكراً للدكتور علي على التواجده وعلى ان هو يدينا محاضرة وان شاء الله محاضرة ممتعة دكتور علي عضروف قاني عن تعريف تعريباً كلنا تبعين ليه آآ دكتور علي عضروف ومعماري ومصمم عمراني وناقد وكاتب وأستاذ جامعي يملك قرابة خمسة وثلاثين عاماً من الخبرة الاكاديمية والبحثية والتشارية وتتعدد الاجتماعات البحثية له لتشمل مجالات تالية آآ مدن خليج المعاصرة والفراغات العامة في مدن الربيع العربي وعمران ما بعد البترول والكيمة الابداعية للتراس المعماري والعمراني في المدن العربية وقد حصل دكتور عضروف على عدة جواز محلية واكليمية في العمارة والتخطيط والنجد والبحث للمعماري ونشأ أكثر من مئة وتلاتين ورقة بحسية ومقالات وتقارير فنية منشورة في المؤتمرات الدولية والدوريات العالمية كما تم دوات الرقام الحضرات في جامعات أكثر من خمسة وتلاتين دولة أهمها كمبرتش وقليت لندن بانجلترا وشكاغو بأمريكا وليبيزغ بألمانيا والعديد من جامعات الشرق الأوسط ومؤلف مشارف عدة كتب باللغة العربية والانجليزية ومؤلف منفرد الكتب أهمها النقضي المعماري ودوره في تطوير العمارة المعصرة ومما كان يلس في جاس وتروحات في العمارة والقداسة عام الفين واربعتاشر والمدينة والعمارة والرواية الفين وستاشر والتنمية العمرانية المنتجزة على المعرفة في الشرق الأوسط وميدان مصورة في الشعب القصة المعمارية والعمرانية المدان التحرير وأشغل منصف أستاذ في جامعة حمد بن خليفة المدينة التعليمية ومنصف لبناء القدرات والبحث والتطوير بإدارة تفتيت العمراني بدور القطر ورئيس وحيدة العمرانة مستدام في مجلس قطر للأبناء الخضراء وإن شاء الله المحاضرة ربعت النهاردة تجديد المعماري والعمراني لمركز مدينة الدوحة سردية دفق الحياة في قلب المتدعي فمحاضرة الممتعة مع أستاذنا الرائع الدكتور علاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أخويا عمر على التقديم واسمح لي أبدأ بإشراك حضراتكم في الشرائح أنا الحقيقة عايز أبدأ بشكر لدعوة حضرتك ولمجموعة بم العربية لأن أنا الحقيقة فخور جدا جدا بكم وفخور بالجهد المخلص اللي بتتبنوه لنشر المعرفة المعمارية والعمرانية بصورة يعني تقريبا شبه يومية في أنشطة يومية حادثة منكم والأجمل أنها أنشطة مؤثرة أنشطة مؤثرة وبتصل بالذات إلى الأجيال الجديدة لأنها بتشمل أبعاد عميقة في العملية التصميمية لكن أيضا بتربطنا بالأمور التقنية وبالمستحدثات في البرامج الرقمية الجديدة اللي بتساعد المعماريين والمصممين والعمرانيين فلكم مني شكر جزيل وكبير جدا جدا أنا أيضا بشكر مجموعة مشيرب الفريق المزهل اللي أنتج هذا المشروع في رأيي ولا أنا فخور أن أنا بنتمي ليهم كمان وأن أنا هحكي ليكم سردية هذا المشروع أنا الحقيقة زي ما حكى أخوي عمر أنا بكتب بصورة مكثفة بالإضافة إلى عملي الأكاديمي وعملي الاستشاري أنا معماري مصري وفخور بأن أنا من مصر وظروف العمل وظروف الحياة خلتني أتواجد لفترة جيدة في الخليج تتجاوز الـ 17-18 سنة جعلتني مقترب مما يحدث في المدن الخليج وأدعي أنني تمكنت من أن أكون خبرة حياتية مما يحدث في هذه المدن اللي أعتقد أن مستويات النمو المعماري والعمراني بها فارقة أيضا أنا أتحدث كثيرا وأحاول أن أصل أفكاري أو أن تصل أفكاري عبر الوسائط المتعددة فعندي أيضا قناة على يوتيوب بحاول أن أنتج فيها مجموعة من الحوارات اللي ليها علاقة بالمفاهيم التي أريد أن أشركها مع حضراتكم فأيضا لمن يسمح له الوقت أن هو يطلع عليه محاضرة اليوم الحقيقة هي بالفعل سردية لتعامل مع قلب مدينة مهمة من مدن الخليج ومن مدن الشرق الأوسط وهو قلب مدينة الدوحة لكن قبل أن أحكي هذه السردية أنا أريد أن أضع حضراتكم في سلاس سياقات مهمة السياق الأول له علاقة بالمتغير المهم جدا الذي قفز إلى حياتنا بلا تنبيه وهو يعني جائحة كورونا ثم أريد أن أضعكم أيضا في سياق مدن الخليج ما هو المختلف ما هو المتمائز بالنسبة لمدن الخليج ثم مدينة الدوحة بصفة خاصة ماذا حدث في مدينة الدوحة وسأنهي بعد تقديم هذه السياقات الثلاث سأنهي بمزيد من التركيز عن فكرة هذا المشروع أنا أعتقد أننا الحقيقة بنواجه تحدي غير مسبوق وهو جائحة كورونا وكل واحد مننا بلا استثناء أعتقد أن التحدي كبير لأنه لم يكن استثنائي لكنه تحدي مسى الجميع الغني والفقير الأبيض والأسود من يسكن في القرية ومن يسكن في المدينة من يملك ومن لا يملك وأعتقد أن هناك عشرات من الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذه الجائحة وخاصة في مجالنا العمران والتخطيط لكن أعتقد أننا يجب أن نلجأ إلى مدخل إبداعي إلى مدخل يعيد سيارة بعض الأولويات ويجعلنا ننتج أطروحات بديلة فأعتقد أن هذه مسئولية مهمة جدا أفرزتها لنا جائحة كورونا وبسبب هذه القضية قضية جائحة كورونا أنا يعني بدعوا حضراتكم لأن تساعدوني لنسأل سؤال ونحاول أن نجاوب عنه وهو كيف نوقف الجريمة المستمرة التي أسميها المخازن البشرية اكتشفنا أثناء جائحة كورونا أن المسكن يجب أن يكون له مزاق آخر المسكن يجب أن يكون تجربة أخرى المسكن ليس فقط وعاء ليس فقط مكان ليحمينا من الأمطار ومن قصوة الجو وخلافه المكان المسكن هو مكان للعائلة مكان للحياة مكان للإحتماء والإحتواء واكتشفنا بسبب جائحة كورونا أن كثير من مساكننا تعاني هذه المعاناة ومع ذلك نستمر حتى هذه اللحظة في مزيد من هذه المشروعات هل هناك بديل لطرح إسكاني مختلف؟ أنا أعتقد أن هناك بدائل وأعتقد أن المشروع اللي هحلله أمام حضراتكم اليوم ينتمي إلى هذه الأطرحات البديلة الصياق الآخر اللي أعتقد أنه مهم جدا بالنسبة لهذه المحضرة هو ماذا حدث ويحدث في مدن الخليج؟ الصورة دي الحقيقة من الصور اللي في المجموعة بتاعت شركة أرامكو للبطول وأنا الحقيقة يعني بتلفت نظري جدا هذه الصورة لأنها تحمل كل ما يمكن أن نسميه علامات الحداثة يعني فجأة هذا المجتمع البسيط البدائي ترصد فيه خط أنابيب البطول ترصد فيه الطائرة ترصد فيه السيارة وفي نفس الوقت البدوي البسيط يقف يلمس بيده المصورة وينظر إلى الطائرة ونزل لتوه من السيارة ففيه بعد يعني فنتازيا كأن الواحد بينظر إلى حلم لكن الواقع أن هذه هي التجربة التي برد بها كل مدن الخليج فكرة ما يمكن أن نسميه الحداثة السريعة أو التطور السريع ورصد هذا التطور في بدايات لإنشاء مدن مختلفة هنا مثلا حالة الدمام في السعودية اللي بدأت أيضا باستكشاف بئر من آبار البطول ثم بدأ العمران يتحرك حولها نفس القصة في حالة الزهران وده واحد من الكامبس أو من معسكرات التنقيب اللي تحول لاحقا إلى مدينة كاملة والحقيقة لو حد منكم مهتم أنا عملت كتاب عن مدن العرب في روايتهم وفيه تقريبا فصل في الكتاب ده بيتناول مدن الخليج وبيتناول عبقرية المؤلف الراحل عبد الرحمن منيف في خماسيته مدن الملح اللي حاول فيها أن يرصد كيف يتغير مجتمع هذا التغير الجزري عندما تتضفق عليه أموال غير مسبوقة وهذا التغير ليس فقط تغير مادي ليس فقط تغير عمراني ولكنه تغير على كل المستويات تغير ثقافي تغير اجتماعي تغير اقتصادي إذن مهم جدا أن نكون واعيين لهذا المستوى من التغير السريع الذي قد يدعي البعض أنه تقريبا غير مسبوك في العالم كله باستثناء حالات بسيطة جدا أن تحدث هذه الطفرة في وقت محدود لكن في نفس الوقت روايات أخرى تحذرنا وهذه الرواية أيضا محذرة جدا جدا هذه الرواية صدرت من حوالي أكثر من عشر سنوات اسمها تسونامي والكاتب لم يستطيع أن يكتب اسمه الحقيقي فكتب اسم مستعار هو حمود السايق وعندما تفتح الصفحات الأولى من الرواية تدرك لماذا استخدم لفظ مستعار لأن الحقيقة الرواية بتبدأ بمشهد شديد الدرامية وهو مجموعة من الشباب السعودي يقف أمام صفارة بنجلاديش يحاول أن يحصل على تأشير الدخول ليذهب إلى دكة عاصمة بنجلاديش ليعمل هناك كسائق صورة مؤثرة وقوية وعنيفة ومؤلمة أيضا لأهل الخليج لكن عندما تتبين أن هذه السردية هو يستشرف بها المستقبل سنة 2195 يعني تقريبا 170-180 سنة من النهاردة هو كان يرفرف بعلم أحمر كبير ويدق ناقوس خطر ضخم يقول فيه ماذا سيحدث في مدن الخليج بعد البترول ماذا سيحدث عندما ينتهي البترول كسلعة استراتيجية في العالم والواقع أن ما طرحوا هذا المؤلف المبدع بدأت علامات واضحة جدا جدا في العالم توضح أن سعر البترول بينخفض وأن البترول لم يعد البرميل يباع بـ 100 و120 و130 دولار وإنما سعر البترول دلوقتي 40-50 دولار بيكون حاجة ممتازة جدا جدا لكن الأخطر من كده هل أصلا البترول هيكون له قيمة حتى لو وجد نحن نتحدث عن أبحاث عالمية مكثفة في معاهد الأبحاث حول العالم كله تتحدث عن أنواع جديدة من الطاقة واستخدام هذه الأنواع وهنا أنا أرصد أمام حضراتكم الطائرة الأولى في العالم التي تحركت في رحلة حول العالم كله بدون استخدام نقطة واحدة من النفط وبالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية ولسخرية القبر هذه الطائرة بدأت رحلتها الأولى من مدينة خليجية هي أبو ظبي ووصلت في رحلتها الأولى إلى مدينة خليجية أخرى هي مسقط وأثناء تحركها كانت تتحرك حول ناطحات السحاب الزجاجية التي بنيت بأموال النفط والتي لا ندري ماذا سيحدث عندما يتوقف النفط عن أن يكون ركيزة اقتصادية مهمة إذن التحدي الكبير لكل مدن الخليج هي كيف تستعد لهذه الحقبة الجديدة كيف تستعد لحقبة ما بعد الكربون كيف تستعد لحقبة ما بعد البطون لأن الواقع أن ما تم خلال العقدين الأخيرين بالذات في مدن الخليج يسير الخوف ويسير التساؤل ويستدعي الحذر لأن معظم مدن الخليج وعلى رأسها دبي لجأت إلى ما أسمي أنا التنمية الأيقونية التنمية التي نحاول فيها أن نقلد الغرب نحاول فيها أن نضع في نسيج مدن الخليجية صورة تتقمى صورة سنغافور المعدلة تتقمى صورة نيويورك المعدلة تتقمى صورة شيكاغو وفي أثناء هذا الفعل صرخنا صرخة عالية رفضنا فيها التاريخ ورفضنا فيها الماضي لم نستفد من التاريخ ولم نستفيد من الماضي وبالعكس بدأنا ننظر للماضي أو بدأنا ننظر إلى الفصول القديمة من تاريخ المدن الخليجية على أنها فصول مرتبطة بالفق مرتبطة بقصوة المعيشة ويجب أن تلغى من حياتنا وبالتالي تقريبا كل مدن الخليج بلا استثناء أزالت وضمرت واستباحت أجزاء من المدينة مع صبق الإصرار والترصد من منطلق أننا يجب أن نرفض هذه الفصول التي تذكرنا بأيام قاسية الأخطر أن مدن الخليج دخلت في منافسة ليست منافسة في العلم ليست منافسة في التعاون ليست منافسة في إنتاج المعرفة ولكنها منافسة في من يبني الأكبر في من يبني أكثر في من يبني الأعلى عندما تم افتتاح برج دبي بارتفاع 880 متر في نفس اليوم الأمي وليد بن طلال في الرياض قال أنا هعمل برج أكبر منه ونسميه برج المملكة ويبقى البرج ده كيلو متر ارتفاعه ألف متر فقط لمحاولة التنافس أو التنمية الأيقونية في أماكن مختلفة هنا في حالة المنامة مثلا أو الأبراج الزجاجية وخلافه وانتشرت انتشار كبير جدا بحيث أن خطوط السماء في بعض المدن الخليجية بصورة متفوتة أصبحت تميزها هذه الأبراج الزجاجية وهذه التجارب المعمارية لبعض المعماريين الأجانب الذين شعروا برخصة استبيحت فيها المدن الخليجية وتحولت هذه المدن الخليجية إلى ما يمكن أن تسمى معمل سيء لاختبار التجارب السيئة في العمارة والعمران أنتقل هنا إلى سياق مدينة الدوحة ومدينة الدوحة أيضا حدث فيها يعني انتقالة عمرانية ومعمارية كبيرة جدا هذه الصورة فقط تركيب لأوضح فيه دراما البداية اللي كانت من 70-80 سنة ثم الحالة الراهنة لخط سماء شديد التعول لكن خليني أشرك حضراتكم في معلومة طريفة لكن كمان توضح لحضراتكم التحدي اللي أنا مطالب به أن أنا أكلمكم على مدينة هذه المدينة مختبر أو موقع الصفر الشهير جدا جدا لونلي بلانت وهو موقع مشهور جدا لتقديم تقارير وكتب عن المدن وأماكن مقاصد السياحة ومقاصد الصفر في العالم تحدث عن مدينة الدوحة سنة 1998 على أنها واحدة من أكثر المدن مللا على وجه الأرض تخيل أن مدنتك المدينة التي تنتمي إليها المدينة التي هي عاصمة دولتك توصف بهذه الصفة إذن القضية المهمة هنا إذا كانت هذه حقيقة هذا التصنيف المهم والذي له قيمة في تصنيف المقاصد السياحية وخلافه بيصف مدينتك بهذه الصفة السؤال يصبح ما هو الجهد الذي يغير هذه الصفة ما هو الجهد الذي يغير هذه الصفة دون أن تخسر المدينة ذاتها دون أن تخسر هويتها دون أن تخسر تاريخها ودون أن تخسر مجتمعها وهو أيضا معيار مهم جدا جدا الدوحة بدأت مدينة بسيطة جدا ومتواضعة تعتبر قرية صيادين بسيطة تطل على الخليج وهناك علاقة قوية جدا جدا في كل دول الخليج ما بين مياه الخليج وما بين الحياة حول منطقة السيف أو منطقة الشاطئ لأن العمل الرئيسي كان عمل قاسي أو العمود الفقري لاقتصاد هذه الدول أو هذه المدن كان عمل قاسي وهو صيد الأسماك والغطس من أجل استخراج اللؤلؤ ونلاحظ هنا بساطة وعفوية المدينة ولا يوجد فيها أي ملامح لتوجهات رأسية إلا في بعض المئازن البسيطة التي تشكل الملمح البصري الرئيسي لخط سماء المدينة وأيضا هناك ما يمكن أن نسميه ترديد لملامح العمارة الخليجية والعمارة المجتمعات الإسلامية النسيج إلى حد كبير به إحساس التضام وجود الأفنية الداخلية التراكم ما بين الكتل البنائية ثم حدثت اللحظة الفارقة باكتشاف النفط وليس فقط اكتشاف النفط لكن النفط أصبح سلعة تصدر والسفينة الأولى التي خرجت من ميناء الدوحة خرجت سنة 1947 لتعلن عن لأول مرة في تاريخ هذه المدينة وهذه الدولة مثلها مثل كل دول الخليج أن تصبح القاعدة الاقتصادية قاعدة اقتصادية منتظمة أنت تستخرج اللؤلؤ ولا تعرف إذا كنت ستستخرجه مرة أخرى تصيد الأسماك ولا تعرف متى سيكون الصيد وفير أو قليل لكن عندما تنقب وتضفق البترول وترسله في سفن وتحصل على ريع من هذه العملية المستمرة تشعر بانتظام اقتصادي هذا الانتظام بدأ ينعكس في ملامح كما طروا حضراتكم في السورة السفلية ملامح لما يمكن أن نسميه بداية بعض الشوارع الممهدة بعض المباني اللي بدأ يبقى فيها نوع من أنواع عمارة الحداثة طبعا وجود السيارات الذي ظهر في المدينة لكن الظاهرة الأخطر هنا هي أن نبدأ خلال المجتمع وهذا أيضا مرصود في رواية عبد الرحمن منيف اللي بدأت بها المحضرة بدأت تحصل تساؤلات عن هل هذه البيوت القديمة؟ هل هذه البيوت العود بتاعت جدودنا؟ هل نستحق بعد هذه الطفرة المالية أفضل منها؟ أم يجب أن نستمر فيها؟ تساؤل مهم جدا جدا وسأوضح لحضراتكم لاحقا كيف أثر في صياغة المدينة وفي فهم ما معنى قلب المدينة هذه مجموعة من الخرائط اللي توضح لحضراتكم من لحظة بدء التضفق العوائد النقدية لبايع النفط كيف حدث ما يمكن أن نسميه تقافز في حجم المدينة المدينة تتقافز في كل عشر سنوات في كل عقد يحدث تضخم كبير جدا في المدينة المدينة تنتشر بصورة أفقية لكي أعطي لحضراتكم إحساس فقط بالمقياس هذه هي الدوحة سنة 1937 اللي هي تقريبا القلب الذي سأتحدث عنه بصورة تفصيلية جزء كبير هو هذا القلب الذي سنتحدث عنه في مشروع قلب الدوحة أو مشيرب هذا القلب هو موقعه هنا في خريطة الدوحة الحالية إذن هذه هي الدوحة من 70 سنة 80 سنة وهذه هي الدوحة الحالية تضفق عمراني أفقي في اتجاهات مختلفة سواء موازي للساحل المياه أو في عمق المدينة بأجزاءها المختلفة أيضا نقدر نرصد هذا المستوى من التطور عندما نتأمل مجموعة من الصور الموثقة للواجهة المائية أو واجهة الخليج بتبدأ هذه الصور والاندهاش يكون من أن هذه الصور الانتقالات بينها هي فقط سنتين أو ثلاث سنوات يعني ما بين الصورة الأسفل والصورة الأعلى حوالي من 10 إلى 12 سنة فقط وأيضا هذا دليل يوضح لحضراتكم حجم التنمية المعمارية والعمرانية التقريبا نقدر نقول عليه منفلت سريع سرعة تجعل الإنسان صعب عليه أن يتوقف ويتساءل وأنا أقصد هنا بالإنسان المعماري والعمراني ومتخذ القرار وحتى المجتمع هنا مثلا حالة فندق الشيرتن وقاعة مؤتمرات الشيرتن واحد من أهم معالم الحداثة في مدينة الدوحة في نهاية الثمانينيات عندما اكتمل وهذا هو حال الفندق الآن وكل هذا تم في آخر 20 سنة اللي أنا بعتقد أنه كان استمرارية للتأثر بدبي والتأثر بفكرة أننا يجب أن نصبح مدينة متعولمة ويجب أن نقلد الغرب ويجب أن يكون الانطباع الأول لمن يزور المدينة أنها يبدو أنها تشبه سنغافورة يبدو أنها تشبه هونغ كونغ يبدو أنها تشبه شيكاغو أصبحت للأسف هذه هي الأحلام لكل مدن الخليج وفي سياق محاولة تحقيق هذه الأحلام ببناء ناطحات السحاب والأبراج الزجاجية الأجزاء القديمة من المدينة قلب المدينة تعرض إلى أقصى درجات الهجر والتداعي والإهمال لأن السؤال اللي أنا سألته أمام حضرتكم الخاص به عندما بدأ أهل مدن الخليج بلا استثناء ومنهم أهل مدينة الدوحة يتساءلون هل سنبقى في المكان القديم؟ هل سنبقى في بيوتنا التقليدية؟ هل سنبقى في بيوت بأفنية وليوانات وهكذا؟ أم أننا نستحق الآن بكل هذه التدفقات النقدية أن نعيش في فيلل ونعيش في بيوت تشابه البيوت التي نراها في الصور وفي أفلام نيويورك وشيكاغو وكاليفورنيا وخلافه ولذلك بدأ حالة هجرة يعني متسارعة جدا جدا من هذا القلب القديم الذي طرك ليتداعى وأهمل وأصبح هو موطن لبعض الفئات البسيطة العاملة التي تحضر إلى الخليج من أجل مشروعات الإنشاء والبناء وخلافه واستوطنت هي هذا القلب إذن نحن أمام منطقة من نسيج المدينة بدأنا نلمح فيها ملامح الإهمال ملامح الهدم وملامح التداعي ومع ذلك لم تشكل لفترة طويلة جدا أي عب أو أي نوع من أنواع الهم والتساؤل ويبدو أن هذا بسبب أن هذه كانت ظاهرة في كل مدن الخليج حدث هذا في المنامة وأنا أتحدث هنا عن المدن حدث في المنامة حدث في الكويت حدث في جدة حدث في الرياض بدرجة أقل طبعا في مسقط لكن كل المدن الخليجية بلا استثناء حدث فيها نوع من أنواع رفض الماضي والتعامل مع الماضي من منطلق أنه تجربة قاسية تجربة بتذكرنا بأيام لا يجب أن تكون هناك دلاء البصرية في نسيج مدننا تذكرنا به إذن نحن نتحرك خارج هذا القلب نبني الفلات على الترز الأمريكية ونخرج إلى حواف المدينة ونحن نملك النقود لكي نشكري أفضل السيارات إذن الحركة على الطرق السريعة لا تقلقنا والمسافات الأفقية الكبيرة بين الأماكن المختلفة والمقاصد المختلفة في المدينة لا تربقنا وبالتالي أصبحت المدينة الخليجية كأنها نسخة من حالة الحلم الأمريكي المشوه حلم السابربيا حلم ما بعد المنطقة العمرانية القلب المتوسط والخروج إلى الحواف ونسينا أيضا أثناء هذا التداعي والإهمال أن هذا النسيج المتميز وهذا التراكم العمراني وهذه الحساسية المعمارية كان يمكن أن نتعلم منها الكثير بدلا من أن نتركها للبلدوزر ليزحها أو نتركها مع صدق الإصرار والترصد إلى طبقة من العمال الوافدين من دول أخرى لا تدرك قيمتها ولا تدرك أهمية الحفاظ عليها أيضا على المستوى المعماري الكثير من الملامح المعمارية الرائعة التي كانت موجودة في هذه الصياقات وأيضا أنا هنا أتحدث بصورة عامة في كل مدن الخليج كانت هناك مباني ومساكن من أجمل ما يمكن وبها اللغة المعمارية التقليدية الوطنية التي أنتجت من التفاعل التجاري الذي كان يحدث أيام صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ مع إيران ومع الهند ومع زنزبار ومع اليمن اللي جعلت كل مدن الخليج تقريبا في رأيي تشهد ما يمكن أن نسميه الموجات الأولى للعولمة وليس فقط العولمة بالمفهوم المعاصر الذي نتحدث عنه ولكن قصوة الحقيقة كما ذكرت لحضراتكم أنه أصبح هناك إحساس جمعي بأن هذه الفصول القديمة من حياتنا لا يجب أن تبقى وأصبح البلدوزر هو الحل وأنا دائما أحذر وأيضا أستدعي هذا التحذير وأرسله إلى أصدقائي في مصر أننا نؤجل دائما دور البلدوزر لأن ما يزال لا يمكن بناءه مرة أخرى ولو بني مرة أخرى هو يبنى بصورة مزيفة ونفقد هذا الأصل حتى على مستوى التفاصيل البسيطة فقد الكثير من القيم التشكيلية والقيم الحرفية في سياق المناطق القديمة الأهم أيضا في رأيي أن هناك سياقات حياتية أنا لا أتحدث هنا فقط عن الجماد لا أتحدث عن شكل نافذة أو شكل باب أو شكل زخارف لكني أيضا أقول أو أدعي أن المدن القديمة في كل الشرق الأوسط وفي كل العالم أحيانا تتوافر بها أنصاق حياتية متميزة ومتميزة وبالتالي أيضا يجب أن نتعلم من هذه الأنصاق إذا كنا نريد إفراز نفس المستوى من الفضاءات المفعمة بالحياة والإحساس المقياسي الإنساني الذي به أيضا أطروحات بصرية بديعة زي حالة وجود المئزنة هنا كنوع من أنواع العلامات المميزة لهذا الدعوس أو هذا الشارع البسيط الشارع كله بيعتمد على المشاه ولا يعتمد على السيارات إذن للأسف الحالة التي كنا وصلنا إليها أن هذا القلب القديم للمدينة الذي كان قلب مفعم بالحياة قلب قريب من الشاطئ أو منطقة السيف اللي بترجع منها السفن الصيد بعد غياب مطول وتلتقي العائلات ثم تنتقل إلى السوق ثم تنتقل إلى بيوتها وتحدث العديد من الاحتفالات والتفاعلات الإنسانية هجر كل هذا المكان وتحول إلى مكان متداعي ومهجور الفيصل في رأيي النقطة التحول في رأيي كانت سنة عشرين يعني عشرين عشرة في رأيي سنة مهمة جدا وهي السنة التي حصلت فيها قطر على استضافة كأس العالم ومن قبل الاستضافة أصبح هناك تساؤل عام تساؤل معرفي تساؤل هوياتي تساؤل ذاتي تساؤل مجتمعي عن فكرة هل نستمر مقلدين هل ستستمر المدن الخليجية مدن مقلدة وبصفة خاصة هل ستصبح الدوحة هي نسخة من دبي والتي هي دبي نفسها نسخة من مدن أخرى أم أننا يجب أن نصير اتروحات جديدة وأنا الحقيقة كتبت بصورة مكثفة عن مدينة الدوحة وأستطيع أن أقول لحضراتكم أن هذه النقلة النوعية هذا التحول ارتكز على قضيتين أو محورين أساسيين الأول هو الانتباه إلى الانتقال إلى عصر المعرفة والابتعاد عن الإحساس أن البترول والغاز سيستمر للأبد عمود فقري للقاعدة الاقتصادية الاقتصاد المعرفي يعني أنك تتوجه إلى تنمية عمرانية ترتكز على المعرفة فلا تهتم بناطحات السحاب مرة أخرى ولكن أنك تتوجه إلى المتاحف إلى المراكز البحثية إلى الجامعات إلى المؤسسات التي يمكن أن تستقطب العقول المعرفية من جهة أخرى أو التوجه الآخر هو كيف تتوازن توازن حقيقي بين الأصيل الذي تمتلكه وبين تطلعاتك العالمية والحداثية وكيف تغفر لنفسك إهمالك لفصول من تاريخك القديم وتعيد التأمل فيها وتعيد الاستفادة منها وتربطها مع أطرحاتك العالمية بحيث تحقق مزيج مختلف يعطي لمدنتك ويعطي لمكانك شخصية أخرى خليني أحكي لحضراتكم قصة طريفة قبل ما أنتقل إلى قلب المدينة قلب الدوحة أنا سمعت هذه القصة التي أحكيها لحضراتكم دلوقتي تقريبا من معظم الناس التي زارت الدوحة سواء للعمل أو لمؤتمر أو لمهمة أو لخلافه وأنا نفسي تعرضت لنفس هذه التجربة عندما حضرت للدوحة في المرة الأولى حضرت وذهبت من المطار إلى الفندق ثم زي أي واحد بيبقى متطلع وبالذات إحنا كمعمارين وعمرانين متطلعين إلى أن إحنا نستكشف المدينة فأنا خدت تاكسي من الفندق وقلت له أنا عايزك توديني مركز المدينة وطبعا لأن معظم السائقين يعني بيتحدثوا اللغة الإنجليزية فأنا قلت له من فضلك أنا عايز أروح إلى سيتي سنتر دوحة سيتي سنتر مركز مدينة الدوحة هذا هو المشهد الذي توقف أمام التاكسي وأنا بقول لحضرتكم التجربة دي ليست تجربتي أنا الوحدي دي تجربة عشرات إن لم يكن المئات اللي جمل دوحة من أول مثلاً 2004-2005 لغاية 2007-18 إن كان الإجابة أنك تجد نفسك أمام مول تجاري وسائق التاكسي اللطيف اللي بيحاول يساعدني جابني هنا لأن الواقع إن المول ده اسمه سيتي سنتر إذن المزهل إن حتى في وعي الناس سواء الناس المواطنين أو الناس العاملة في قطر والمقيمة في قطر لم يكن هناك مركز المدينة فكرة أن المدينة لها مركز وخاصة كما شرحت لحضراتكم بسبب الامتداد الأفقي المبالغ فيه فتت المدينة ولم يصبح لها مركز وخاصة أن المركز القديم تقريباً تقريباً انتشل من زاكرة الناس ومن وعي الناس أنا أنتقل هنا إلى حالة مشيرب مشيرب هي المركز القديم الجديد الذي سأحاول أن أتحدث عنه الآن وأنا شرحت لحضراتكم لماذا هجر الناس هذا المركز لكن أنا أيضاً مهتم جداً بهذه الصورة لأنها توضح لحضراتكم أن واحد من النوايا المهمة جداً لهذا المشروع أن يقدم إجابة تختلف عن الإجابة الموجودة عن الضفة الأخرى من الخاليج هنا ضفة العولمة هنا ضفة الاستسلام لنموذج التنمية الأيقونية هنا الإجابة البديلة أو الطرح البديل لكن لكي تتمكن من أن تقدم طرح بديل كان يجب أن يكون هناك رؤية الرؤية كان لها علاقة بكيف ننتج عمارة جديدة أصيلة مهمة أو التعبيرات اللي أنا بستخدمها دي لو تأذنوا لحضراتكم عمارة جديدة أصيلة عمران جديد أصيل فضاءات للإنسان مشروع متكامل وليس تقسيم أراضي ينتج عمران مشارزم ومبعثر اللي بنشوفه في كل نسيج مدننا العربية الآن أننا حولنا مدننا إلى مشروعات تقسيم أراضي تفتيت لقطع من الأراضي وتعطى الأراضي لأشخاص أو لمستثمرين أو 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 وكل يبنوا بطريقته وبأسلوبه وبتوقيته وبمواده وبمرجعياته التصميمية أو يترك الأرض بدون بناء فنتحول إلى حالة من العمران المبعثر والمشرزم إذن أنا أحكي لحضرتكم سردية هذه السردية استمرت تقريبا لمدة عقد شهد الكثير من التغيرات والتحولات من سنة 2010 إلى 2020 عندما أصبحت المنطقة تقريبا تداعت تماما وهدم الكثير منها وأصبحت في حالة يرثى لها إلى الحالة الحالية التي أريد أن أفصل لحضرتكم كيف تم الوصول إلى هذه الحالة واحد من أهم العناصر في رأيي المؤثرة جدا في فهم قيمة هذا المشروع هي فكرة شمولية الارتقاء والتجديد العمراني وأن القضية ليست قضية منهج الوجبات المتناسرة منهج التعامل مع قطع متبعدة أو منهج أن تستثمر قطعة أرض مع مستثمر وتستثمر في قطعة أرض أخرى مع مستثمر آخر القضية هنا كانت هل من الممكن أن يتم تأجيل عملية التخطيط والتصميم والتركيز لمدة زمنية مهما طالت لإنتاج مجموعة من المعايير التصميمية والدلائل الإرشادية الحاكمة التي تضمن لأن عملية التجديد والارتقاء ستكون شاملة بالفعل هذا ما حدث أنا باعتقد أن قيمة مشروع مشيرب أنه من أوائل إن لم يكن من المشروعات الوحيدة في العالم التي أجلت الإنتاج المرسوم لحساب الإنتاج البحثي أن نبدأ برحلة بحثية هذه الرحلة البحثية استمرت لقرابة ثلاثة أعوام وأنا بأكرر هذا الإطار الزمني ثلاثة أعوام جهد فريق بديع من الباحثين من المفكرين من أهل البلد من المقيمين من الخبراء المحليين من الخبراء العرب من الخبراء الأجانب كل هؤلاء يعملون من أجل إنتاج سياغة وإنتاج دلاء المرجعية لعملية التنمية العمرانية أنا باعتقد أن هذا مهم جدا ومهم جدا بالنسبة لحالة دولتنا الحبيبة مصر لأن مصر فيها مشروعات الآن بها نفس التحدي أما نتكلم على مشروع زي ماس بيرو أما نتكلم على العاصمة جديدة أما نتكلم على عالمين جديدة أما نتكلم على كل نغطاقات التنمية العمرانية الجديدة التي نقفز فيها سريعا إلى التصميم والتخطيط والبناء ونفرح بسرعة البناء ولا نتساءل كيف تم التفكير في هذا البناء وما هي نتيجة هذه الرحلة للتصميم والبناء السريع والواقع أن هذه الرحلة البحثية لإنتاج هذه المراجع والمعايير والدلاء الإرشادية تبلورت في صورة مراجع حقيقية هذه المراجع مكتوبة ومرسومة وموثقة وعبرت عن هذه المرحلة القضية الثانية المهمة جدا جدا هي أن يستغل هؤلاء الخبراء طاقتهم لعمل تشخيص صادق ما هي المشاكل الحقيقية في مدن الخليج كيف نقيم الإشكاليات الحقيقية والحقيقة أن واحد من أهم هذه الإشكاليات وهي فكرة التناقض ما بين العمران الحالي المعاصر المبعثر الذي يعتمد على انتقالات لا نهائية بالسيارات وما بين محاولة العودة إلى ما كنا عليه إلى عمران أكثر تضاماً عمران أكثر تآلفاً عمران أكثر اقتراباً مع مكوناته إلى الدرجة التي تصبح السيارة أولوية ثادية ثم القضية ليست فقط قضية عمرانية وتخطيطية ولكنها أيضاً قضية معمارية أنت عندما تنتج مشروع بهذا الحجم وتريد أن يكون هذا المشروع معبر عن عمارة جديدة أصيلة وعن عمران جديد وأصيل يجب أن تستقر على مفردات اللغة يجب أن تكون لغة ويجب أن تنتج لغة هنا أتوقف أمام هذا التعبير لأن أحياناً يقال لنا أن اللغة ستكون مقيدة للإبداع الواقع أنني هنا أستخدم فكرة اللغة بمعنىها الحقيقي لو تأملنا اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية أي لغة مكونة من مجموعة من الحروف ومجموعة من الكلمات لكن ما هي قيمة منظر قباني؟ ما هي قيمة محمد المغروض؟ قيمتهم في الإبداع اللانهائي في تركيبات من نفس الحروف ومن نفس الكلمات المتاحة للجميع بنفس هذا المنطق بزل جهد كبير جداً لإنتاج لغة للعمارة القطرية الأصيلة المعاصرة الأصيلة الجديدة التي تأملت ماذا حدث في أجزاء قديمة من المدينة وبدأت تفكر في سياقات أو إنتاج معاصر لها ما هي الملامح التي كانت موجودة التي يمكن أن نقدمها بصورة جديدة وبحيث أن هذه المفردات وهذه الحروف وهذه الكلمات تصبح متاحة لكل المعمارين أيضاً في صورة وثيقة موثقة ومكتوبة ومصورة ومرسومة وتتاح لكل المساهمين في هذا المشروع وتنتقل أيضاً إلى حالة من حالات الأنصاق المختلفة أنصاق لها علاقة بالتركيب الكتلي أنصاق لها علاقة بمعالجة الأسطح أنصاق لها علاقة بالتكوينات التشكيلية أنصاق لها علاقة بمفاهيم الإيقاع بمفاهيم الزخارف والتشكيل أنصاق لها علاقة بمفاهيم التضاد ما بين الضوء والنور عناصر مهمة مثل حالة الأفنية الداخلية ثم ننتقل إلى حالة الجمل التشكيلية أن هناك جملة تقليدية مثل المباني التي تحيط بالفناء وكيف يمكن أن تطور كيف تقدم للمصممين وللعمرانيين جمل جديدة لكنها ترتكز على القاعدة النحوية القديمة في نفس هذه اللغة ولذلك حضراتكم هتنبهشهم عندما تعرفوا أن المشروع الذي سأوضح لحضراتكم تفاصيل زوم إن يعني لمكوناته الآن اشترك في تصميمه معماري تخطيطياً وعمرانياً ومعمارياً وتنصيق للحدائق وتصميم لأثاثات الحفضاءات الخارجية وخلافه أكثر من ميت مخطط ومعماري ومصمم ميت فوق الماءة معماري وعمراني ومصمم ومع ذلك سيدهش حضراتكم كيف اتصق هذا الانتاج أيضاً في قضية مهمة جداً أريد أن أشرك حضراتكم فيها لها علاقة بالجهد الذي بزل في هذا المشروع لها علاقة بكيف نقدم تفسير ناضج وعميق للتراث بمعنى وهذه المبادئ من المبادئ اللي أنا طرحتها والحقيقة يعني استقبلت بصورة محترمة جداً واحد منها هو احترام كل وليس انتقاء فصول معينة من التاريخ التاريخ المعبر عن ثقافة ونمو المدينة أنا بتحفظ جداً على أننا نلجأ لحقبة معينة مصر هي الفراعنة مصر هي المماليك مصر هي مصر القطر هي قطر السعودية هي السعودية المغرب هي المغرب كل فصل في تاريخ الدولة وتاريخ المدينة هو جزء من طراثها وجزء من عمق تاريخها قضية ثانية مهمة إذا كان هناك ملامح ومناطق ذات قيمة ما زالت موجودة في نسيج المكان يجب أن نعدها إلى قيمتها ويجب أن نعدها إلى ما تستحقه قضية أيضاً مهمة هي كيف يتحول التراث إلى مصدر إلهام لتراث الجديد كل ما نبنيه اليوم يرتكز على القديم ولكنه يستطلع المستقبل ويستطلع الغد ثم كيف يتحول التراث نفسه إلى محفز لخلق سردية جديدة ومختلفة ومتمارزة لهذا المشروع أيضاً المشروع موجود كما شرحت لحضراتكم في نسيج المدينة المتضخمة لكنه أيضاً موقع حساس لأنه قريب من المتحف الإسلامي قريب من متحف الوطن البيض قريب من الميناء واحد من الاستادات التي تستقطب كأس العالم موجود هنا قريب أيضاً من الكورنيش وهو الواجهة المائية المهمة جداً لكل سكان المدينة وكما شرحت لحضراتكم هو أيضاً يحاول أن يقدم إجابة هنا حالة المتحف الإسلامي من تصميم آي ام باي هنا سوق واقف التاريخي هنا مركز فنار الإسلامي مجموعة الحدائق حديقة البدع ومنطقة المركز الأعمال أو الخليج الغربي وكما قلت لحضراتكم هنا تظهر ثنائية التضاد ما بين ما حدث في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين مقابل ما تحاول مشيرب أن تقدمه المشروع أيضاً أثناء إنتاجه تم التفكير فيه من منطلق أنه يجب أن يكون مشروع متعدد الاستعمالات جزء كبير جداً من مشاكل المدينة العربية المعاصرة له علاقة بالخطأ التخطيطي الكبير الذي نستمر فيه حتى الآن اللي هو فكرة المناطق فكرة منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومنطقة هذا التشرزم يؤدي إلى تحرك كبير جداً في المدينة بعكس التوجه العالمي في كثير من الدول الأوروبية بالذات إلى ما يمكن أن نسميه المدن المتضامة الذي يزهلنا دائماً أن هذه هي الملامح الرئيسية لأمران مدن المجتمعات الإسلامية القديمة ولكننا تراجعنا عنه إذن المشروع هنا هو مشروع سكني مشروع خدمي مشروع طرفيهي مشروع تجاري مشروع حدائقي ويضم كل هذه العناصر بصورة متداخلة أيضاً المشروع هو جزء من المخطط العام للمدينة ويستفيد من التحولات التي تحدث في المدينة بسبب عصر ما بعد البطول وخاصة التحول إلى فكرة التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العامل هو وجزء من انعكاس هذه الأفكار له علاقة بشبكة المترو رباعية الاتجاهات أو رباعية الخطوط التي أنشأت في مدينة الدوحة وهنا على أطراف تم إعداد واحدة من أهم المحطات المترو لتكون على طرف المشروع لا تخدم على المشروع وتخدم أيضاً على جزء من منطقة سوق واقف إذن هنا هنا في مستوى من التكامل ما بين المشروع وما بين رؤية كاملة للمدينة وتظهر أمام حضراتكم الآن نسيج المشروع بصورة مكتملة مع الاستعمالات المختلفة له مساحات السكنية التسوق الفنادق التجارة الترفيه مجموعات من المراحل بدأت بدأت بمباني الديوان والأرشيف القومي منطقة صلاة العيد واستمرت المراحل بصورة متتالية كل منها من خلال فرق معمارية مختلفة وفرق مختلفة من المصممين يتحدثون مع بعض لكن المهم أن جميعهم يرتكز على الدلائل الإرشادية التي أنتجت في الرحلة البحثية التي استمرت ثلاث سنوات وأيضاً اللغة المعمارية الحروف والمفردات والتراكيب التي أنتجت في نفس الرحلة وبالتالي عندما تنظر إلى نسيج المنطقة الجديدة يحدث نوع من أنواع الإختلاط الإيجابي في رأيي الذي أسميه أنا محاولة لأن تتنبأ هل هذا قديم أم جديد؟ هل هذا أصيل أم حداثي؟ والواقع أن هذا هو مكان مقصود تماماً كيف ينتج نسيج يتمسك بتراثه يتمسك بمرجعيته القديمة لكن لا يمكن أن تقول أنه مجرد نقل ونسخ وينعكس هذا عندما نقترب أكثر على هذا النسيج محاور الحركة وصياغتها فكرة الأفنية الداخلية بمنطلق حداثي جديد وأيضاً اللغة المعمارية الجديدة دعوني أنتقل هنا إلى مجموعة أكثر من التفاصيل وأبدأ بفكرة الشوارع والفضاءات الشوارع والفضاءات العامة ومن يعيش منكم أو من عاش في مدن الخليج يدرك أن فكرة الشارع والفضاء العام تقريباً غير موجودة إحنا حياتنا كلها من السيارة إلى مقصد أنا دايماً بقول للناس إحنا بنتحرك من باب السيارة إلى باب المبنى فقط عندما ظهر سوق واقف كانت أول تجربة عندما تم ترميم السوق وتنميته وإعادة تأهيله قدم السوق لنا تجربة المشي في المدينة أو المشي في أجزاء من المدينة واستلهمت هذه الفكرة لتكون هي الفكرة المسيطرة على كل نسيج مشروع مشيرات إذن هذا المشروع كله هو مشروع للمشاء السيارات بتدخل في حالات محدودة جداً وكل السيارات من أطراف المشروع تنطلق إلى مساحات انتظار تحت الأرض كل هذه الشبكة من الشوارع تتصل ببعضها البعض بصورة المشاء ثم هناك اتصال رئيسي ما بين المشروع وما بين الجزء التراثي القديم وهو سوق واقف هذه الصورة من النفق المؤدي من المشروع إلى سوق واقف اللي بيشكل نوع من أنواع البوابة من السوق إلى المشروع ثم عندما تصعد السلالم تستقبل بهذه الطريقة فضاء عام على حواف ومجموعة من المقاهي ومجموعة من أماكن الجلوس وبعض النفرات المائية وتشكيل للفضاء العام الأمام حضرتكم ننتقل هنا إلى بعض الفضاءات العامة المهمة اللي بتتنوع في الإحساس بها من الإحساس الروحاني مثل حالة منطقة صلاة العيد إلى حالة الفضاء الاجتماعي الذي يستقبل المجتمع في بعض احتفالاته وبعض المناسبات المهمة إلى الفضاءات التي ممكن أن تسميها بعض الفضاءات الحميمية الأكثر اقتراباً من مناطق سكنية أو مناطق طرفيهية أو لها علاقة ببعض المساجد الموجودة في نسيج المنطقة هذا هو الفضاء الرئيسي الذي يمكن في بعض الأوقات تغطيته للحفاظ على نسبة إظلال جيدة به وهنا رؤية استخدام المكان والتفاعل ما بين مستويات مختلفة وأجيال مختلفة من السكان المدينة سواء المقيمين أو أهل الدوحة واستقطاب المكان أيضاً في حالة الفعاليات كيف تحدث حالة انتماء ما بين الناس وما بين هذا الفضاء العام في فعاليات مختلفة هنا كانت حالة مباريات كرة القدم في كأس أسيا والناس كلها بتتفرج ويحدث نوع من أنواع التفاعل المجتمعي داخل هذه الفضاءات العامة أكرر لحضراتكم أن كل هذه الأنصاق أنصاق جديدة غير مسبوقة في سياق المدن الخليجية أن تصبح العلاقة ما بين المجتمع والفضاءات العامة علاقة إيجابية وأن تتداعى فكرة أن درجة الحرارة في مدن الخليج تجعل الحياة الخارجية أو الأوتدور لايف غير ممكنة إحنا اكتشفنا أن هذه مقولة غير حقيقية وأن هناك عدد جيد جداً جداً من الشهور على مدار السنة التي يمكن أن يتمتع فيها الإنسان بالفضاءات الخارجية بأنواعها وتشكيلتها المختلفة هذه الفضاءات كما يظهر أمام حضراتكم بالصور أنها أصبحت كلها فضاءات مفعمة بالحياة وهذه هي القضية المهمة الآن القضية أصبحت الآن قضية أن نصنع مكان من أجل الإنسان القضية ليست فقط أن نبني القضية ليست فقط أن مزيد من الأبراج وقضية النطحات السحاب ومن يبني أعلى من من لكن القضية هي كيف تنتبه للإنسان وكيف تخلق علاقة إيجابية ما بين الإنسان والمكان ويحدث نوع من أنواع الانتماء وأنا بتكلم هنا كلمة انتماء مهمة بالذات في مدن الخليج لأن احنا بنتكلم على مدن يعيش فيها على أقل تقدير مجتمعات من أكثر من مئة جنسية يعني قطر مثلا فيها حوالي 140 جنسية موجودة فيها دبي فيها 150 أو 155 جنسية موجودة فكيف تتمكن من صياغة الفضاءات التي تستقطب كل هؤلاء ويشعر بالانتماء ويشعر بالألفة مع هذه الفضاءات حتى إذا كان لهم مرجعية دينية معينة أن تتحتفي بهذه المرجعية وتخلق لها الفضاءات المتدخلة مع باقي المشروع ولكنها أيضا فضاءات مهمة بالذات في حالة صلاة الإعياد لأن فيه سنة أن تقام هذه الصلوات في الهواء الطلق ثم ننتقل إلى مستوى آخر أيضا مستمد من التراث القديم وهي الفضاءات التي تسمى في اللغة الخليجية والقطرية البرحات أو الفضاءات حميمة المقياس فضاءات قد تكون مرتبطة ببعض المناطق العمل أو تكون مرتبطة ببعض المساجد التي تجعلك هناك نوع من ألواع الامتداد الحدائقي لهذه الأماكن يمكن أن تجلس فيها يمكن أن تتأمل تقرأ تستريح تلعب مع عائلتك وأيضا كل هذه أنصاق غير مسبوقة في حالة المدن الخليجية أنا تحدثت لحضراتكم على فكرة الشارع وأن مفهوم الشارع في المدينة الخليجية لم يكن يفرق بين الشارع الموجه للإنسان والشارع الموجه للسيارة أنا في بداية وصولي للخليج كتبت مقال عن هل شوارع الخليج هي طرق سريعة أم طرق للإنسان وهذا التساؤل كنت بطرح أو هذا المقال كنت بطرح فيه تساؤل مهم جدا لأن أنا أول ما وصلت للخليج كنت كلما بمشي في الشارع ألاقي عربيات تقفلي تقول لي من نساعدك في حاجة سيارتك عطلت فين من نساعدك إزاي لأن الناس ما كانش في إدراكها أنه ممكن أن تمشي في الشارع إذن فكرة أن نعود إلى معالجة معاصرة لفكرة السكة فكرة الحارة الصغيرة فكرة الداعوس ومع ذلك أنت لا تقلد المدهش هنا أن هذا الانتاج انتاج معماريين مختلفين لكن كل هؤلاء المعماريين المختلفين اعتمدوا على القاموس اللغوي الذي طرح أمامهم في بعض الأحيان المعالجات تكون فيها معالجة درامية ومعالجة فيها وصلات في أدوار مختلفة لكنها تزيد الإثراء البصري لهذه الممرات وتجعل حتى مجرد العبور من منطقة إلى أخرى بها ثراء بصري وثراء تشكيلي كبير كما أشرح لحضراتكم اللغة تستخدم بصورة إبداعية من مبدعين مختلفين يضع تكوينات بتستخدم نفس المفردات لكنها تنتج نتاجات مختلفة لكن المزهل أنها ما زالت متصقة أنت تشعر وأنا اختبرت هذا الكلام مع عشرات المعماريين على أرض الواقع في المشروع قادمين لزيارة الدوحة من مدن وعواصم مختلفة من العالم وكنت أشرح لهم المشروع على أنه من إنتاج معماري واحد ويتطفقوا معي ثم أصدمهم أن هذا المشروع إنتاج أكثر من 100 معماري فتأثير هذا كان عليهم كبير جدا لكن عندما أفسر فكرة اللغة تستوعب الفكرة أيضا الأفنية الداخلية كيف يعاد صياغة الفناء الداخلي بمستوى الفناء الداخلي الذي يطل عليه الربع أو الفريج أو المجموعة الجيران أو الفناء الداخلي الذي يتخلل نسيج المجموعة السكنية ويتحول ليس فقط إلى أنه الفناء الذي يشكل المسكن لكنه أيضا يشكل الوحدة السكنية ككل ويصبح هو ملمح لتجميع هذه الوحدات السكنية وأيضا هو ملمح لتجمعها على المستوى العمراني بحيث تتوافق هذه التكوينات السكنية السكنية ويصبح دائما المعالجة المعاصرة للفناء وبمستويات وبارتفاعات مختلفة هنا تجيء فكرة اللغة المعاصرة أو يجيء في أهمية الطرح البديل إذا كان التراث كان الفناء به موجود فيه فقط في مستوى الدور الأرضي لكن نحن نملك الآن من تقنيات البناء وتقنيات التشكيل ما تجعلنا نتلاعب بهذا الفناء لينتقل إلى مستويات أخرى فكرة الليوان أو مجموعة العقود أو البواكي التي يتحرك تحتها الإنسان وأيضا كيف يتحول هذا النصق إلى نصق مؤثر لحواف المباني الناس لا تمشي في الخليج لأن مناطق المشي غير مظللة مع أن المدن القديمة الأنصاق القديمة كان بها الليوان الذي يؤهلهم لرحلة مشي مظللة وبها نسيج بديع من الضوء ومن الظلال ومن التشكيل وهذه هي الصيغات الجديدة التي بدأ المعماريين في المشروع يقدموها المشروع تحول إلى مشروع متميز تحول إلى مقصد تحول إلى منطقة شديدة الأهمية بالنسبة للمجتمع المشروع حقق في رأيي ما يمكن أن نسميه حالة من الانتماء حتى الانتماء ده مرسود مثلا في استخدام اللغة العربية واستخدام أبيات شعرية على بعض حوائط المباني الرسمية هنا حالة الأرشيف الوطني العام المطلة الآن على ساحة سوق واقف قضية مهمة جدا أيضا في هذا المشروع ولها علاقة بالفكرة اللي طرحتها أمام حضراتكم وهي إعادة القيمة للترافي بعض المنازل القديمة التي كانت موجودة في نسيج المنطقة تم إعادة استخدامها بأفكار مختلفة وتم إنتاج ما يسمى بالربع الثقافي وهذا الربع الثقافي به مجموعة من المتاحف واحد من هذه المتاحف بيرصد نشأة شركة البترول الأولى في قطر والبئر الأول والسيارة الأولى وكيف تتم العملية التنقيب والتنصيق مع العمال يعني سردية جميلة جدا لمن يزور هذا المكان ويعرف عن فكرة النفط وبداية النفط لكن أيضا واحد من أهم المتاحف التي وجدت في هذا السياق هو متحف بنج المود وهو المتحف الأول في العالم العربي والشرق الأوسط الذي يتحدث عن فكرة العبودية وكيف أن العبودية استمرت في الشرق الأوسط وفي الخليج أنا عشان كده كتبت عليه مقالة سميته المتحف الشجاع لأن هذه الشجاعة في أن تتحدث على أن العبودية لم تستمر فقط بعد الإسلام لكن استمرت حتى على مشارف نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وترصد هذا في هذا المتحف ثم ترفضه وترفض كل أنواع العبودية بما فيها ما نسميه نحن الآن بالعبودية الحداثية أو الماردن سليفري لأن ده كان واحد من أوجه النقد الكبير اللي وجهت لقطر في فترة وعملوا عليها جهد مزهل لإعادة صياغة التعامل مع العمال والتعامل مع الفئات المهمشة ثم كيف يتحول هذا الربع الثقافي أيضاً إلى مكان لاحتضان أنشطة المبدعين واحتضان أفكار مختلفة واحتضان أجيال مختلفة أيضاً شرحت لحضراتكم أن الأولوية في المنطقة للمشاه بعض السيارات بتدخل في أوقات محددة وفي شوارع محددة لكن الصفة الغالبة في المنطقة هي الحركة على الأقدام وتشجيع الحركة على الأقدام هناك ترام بيستمد تقته جزء من تقته بالكهرباء وجزء من تقته بالشمس يتحرك في نطاق المنطقة ويصل إلى المقاصد الرئيسية أعتقد 10 أو 11 محطة له يتوقف فيها لإنزال المستعملين في الفضاءات المختلفة وأيضاً هذا مرتبط مع فكرة محطة مترو الأنفاق اللي أشرت إليها نقاط أخيرة أحب أيضاً استعرضها مع حضراتكم لها علاقة مثلاً بفكرة تنصيق المكان إضافة النباتات وكيف ننتقل من مستوى أن هذه العملية هي عملية تزيينية تجميلية إلى أنها عملية تنتج فضاءات الأشجار والنخيل وأحواض الظهور والنباتات هي واحدة من أهم عناصر استكمال التجربة الفراغية وليست فقط عنصر جمالي وبالتالي هناك مجموعة من الأنصاق التي أيضاً استخدمت ومن أهمها استخدام النباتات المحلية استخدام النباتات والأشجار المنتجة يعني في بعض الأشجار هنا بتطلع محصول طماطرم وفلفل أيضاً فكرة جودة التصميم وأن التصميم هو قيمة مضافة وأن التصميم هنا ليس فقط تصميم المباني ولكن تصميم كل عنصر فيه المشروع وحدات الأثاث الخارجي وحدات الإضاءة وحدة تنظيم المرور أحواض الظهور حتى يعني أنا لأول واحدة حضراتكم تفتكروا أن ده عمل تشكيلي أو عمل جمالي أو حاجة دي منصات انتظار الدراجات يعني لو واحد راح بالدراجة بتاعته يتجول في المنطقة وبعدين عايز يركن الدراجة عشان ياخد قهوة في حتة هذا هو النسق أو التصميم الجديد الإبتكاري الجمالي الذي ينتج تجربة بصرية جديدة ووظفته فقط هي انترك الدراجة أنا بعتقد بختم اللقاء مع حضراتكم وأقول أن هذا المشروع الحقيقي في رأيي أنتج تجربة جديدة لفكرة إحياء القلوب القديمة في مدننا وأنتج مستوى جديد من الانتماء أنا استشعرت في كثير من الانترفيوز اللي قمت بها في المنطقة عودة جديدة إلى قلب المدينة أنا في أحاديثي مع الناس ألولي كلام له علاقة بمستوى جديد من الفخ الناس بتفتخر بما دمتها أو بهذا الجزء من المدينة ليس لأن به مرطحة صحاب ولكن لأنه مشروع بيحتفل بجوائز الحفاظ التراثي وبيحتفل بجوائز الاستدامة وبيقدم تجربة جديدة في معنى علاقة العمران بالإنسان وأيضا مستوى جديد من الوعي من كان يتخيل من عشر سنوات أن في عائلة قطرية ستترك اللاند كروزر وتترك البورش وتترك اللامبروجيني وتقفز في عربة متر الأنفاق وتصل إلى هذا المشروع تتمتع بفضاءاته ثم تنتقل منه إلى سوق واقف للعشاء أو الغذاء أو التمتع أو خلافه النقطة الأخيرة والمهمة في رأيي أن المشروع أنتج مستوى جديد من الجماليات يعني المشروع أصبح مرجعي حتى لأصحاب العائلات عندما يبنوا بيوت جديدة بيقولوا بدل ما نتكلم على فيلا معمولة في كاليفورنيا اعملوا لنا زي اللي اتعمل في مشير أنا بنهي اللقاء وأقول أن كمان من الإضافات البديعة لهذا المشروع أن كل ما أنتج في هذا المشروع البحفي والتنموي والعقاري تحول إلى مجموعات من الكتب وإحنا أصدرنا من وقت بسيط جدا جدا مع جامعة هارفرد رصد لكل التنمية العمرانية في الخليج أيضا فيه كتاب يتحدث عن المتاحف كتاب أنا وريت لحضراتكم الكتب اللي تتكلم على المعايير التخطيطية والمعايير اللغة المعمارية إذن نحن نتحدث عن مشروع كان لا عنده مسئولية معرفية بجانب أنه أيضا كانت مسئولية معمارية وعمرانية وإنسانية وأشكركم جزيل الشكر على استضافتي واستماعكم أراقي شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آسف جزاكم عليكم بخير دكتور الله يكبر الله يكبر أنا ساكن جنب مش يرى بني وبينها تقريبا ديها ماشي بس حضركش رحض بشكل قوي جدا بشكل جميل خلي راحت يستمتع بيها وستاذينا نفسح بس الباب للأسئلة لو حد عندها يسأل دكتور أحمد هرون شكرا جزيلا شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا أولا أشكر بم أريبي على الدعوة الكريمة وأشكر أستاذي دكتور علي عبد الرؤوف اللي دايما بيبدع أنا دائما أقول له أنا بالنسبة لحضرتك كسليمان والهدهد ويبقى سليمان سليمان والهدهد فاسمح لي بقى أشاكسك كالعادة يا دكتور وتقمص شخصية الناقض المعماري وأسأل حضرتك شوية أسئلة الصوت واضح يا جماعة دكتور علي طبعا أشكرك على المحاضرة الجميلة وأنا سبحان الله هذا العقد من 2010 إلى 2020 هي بداية زيارتي للدوحة في 2010 في رحلة صفري إلى الشرق الأقصى وكنت دايما ننزل في الدوحة ترانزيت يوم أو يومين بحكم الطيران وبحكم عملي بعد كده زورت الدوحة وكذا مرة زورت المشروع أثناء إنشاؤه واتشرفت بمقابلة حضرتك يعني فسبحان الله حضرتك في معاني كتير في المشروع مرتبطة بالذكريات اللي هي شخصية يعني والحمد لله أنا أتمنى إن شاء الله بعد زوال الغمة نتقابل تاني ونزورك في قطر ونزور المشروع تاني إن شاء الله ربنا أولاً في نقطة على التصميم نفسه أسأل حضرتك في عجالة بالنسبة للدراسات البيئية وحضرتك نوحت على جزء كبير منها المقدمات البحسية واضح إن المجهود البحسي كان قوي جداً هل اتعمل دراسات للنتائج في المجال البيئي توصل التجربة من حيث الفضاءات العامة والروحة الحرارية والمواد تم الإنشاء اللي وصلت بيها النتيجة دي لأن برضو كما يعرف الجميع إن قطر من أكثر الدول في العالم استهلاكاً للتكييف والكلام ده تمام؟ ده أول سؤال السؤال الثاني علاقة المشروع مع الوجهة المائية إيه العلاقة البصرية وحضرتك من حاملي لواء إن الناس لها حق في الوجهات المائية وبالخاصة في الدولنا ومدننا العربية تمام؟ الموضوع النقطة التالية التالتة ما هي فلسفة اختيار الاستفاعات بتاعت المشروع كنصق عمراني هل هي كانت في الجايدلاينز اللي اتعملت ولا تركت للمعماريين ودي هتنقلنا لنقطة تانية هل المشروع كنمازج سكنية كان مستهدف بي الأسر الخليجية والعاملين والوافدين لأننا ملاحظ في الارتفاعات والنسيج المتضام أنه قد يتضرب شوية مع النسق الحياتي للأسر القطرية الحالية تمام؟ آخر النقطة هل أثر المشروع في الوعي الجمعي للناس فبدأوا ينتجوا عمارة بهذه الفلسفة وهذا الفكر الرائع والمجهود الرائع وأشكركم وعزرا على الإطالة شكرا جزيلا يا دكتور أحمد وأنا الفخور بحضرتك لو حضرتك بتقول علي أنا أستاذك ده أنا الفخور إن حضرتك يعني تحولت ما شاء الله إلى أكاديمي وباحث وأستاذ متميز وإحنا بنتعلم من حضرتك يا دكتور أحمد وأنا هبدأ بملاحظة حضرتك الأخيرة فكرة الوعي الجمعي وأنا أعتقد أن دي من العناصر اللي أنا نهيت بها المحاضرة وقلت أن بعض العائلات القطرية الآن تذهب إلى معمارين وتتحاور معنا وتتكلم معنا على أن مرجعيتها الجمالية والتشكيلية والحياتية أصبحت مشروع مشيرب يعني أنا شفت بنفسي عائلات قطرية وبحرينية وكويتية وسعودية تذهب إلى معمارين يحملوا صور فيلات من فلوردا يحملوا صور فيلات من تلال كاليفورنيا دلوقتي بقوا بيقولوا للناس من فضلكم عملونا زي مشيرب فأنا متفق مع حضرتك تماماً أن هناك انتقالة نوعية أحدثها هذا المشروع في الوعي الجمعي لكني ما زلت أرى أننا يجب أن نكون حذرين لأن المشروع مهم وموقعه مهم لكنه لم يؤثر تأثير جزري عميق نهائي يجعلنا نقول أننا على وشك أن ننتقل إلى حقبة جديدة بالنسبة لتساؤلات حضرتك الأخرى هناك مجموعة من الدراسات البيئية المعقدة جداً جداً أنا مش من الناس قوي المؤمنة بفكرة التصميف لكن معظم المباني اللي وردتها لحضرتكم سواء مباني سكنية أو مباني فندقية أو مباني تجارية حصلت على لا إلا معايير المجلس قطر للمباني الخضراء أو على شهادات الليد أو على جي ساس اللي هي المنظومة الخليجية للتنمية البيئية فأيضاً ده بزل في هذا الموضوع جهد شديد جداً وأنا باتفق مع حضرتك أن قطر من أعلى الدول المساهمة في زيادة البصمة الكربونية وده اللي خلاني أقول في بداية المحاضرة أن هناك محاولة للانتقال إلى حقبة أخرى لأن يجب أن ندرك أن حقبة ما بعد الكربون وحقبة ما بعد البترول لم تصبح مستقبل نحن نعيشها بالفعل بالنسبة للعلاقة مع الوجهة المائية دكتور هو المشروع ليس له علاقة بالوجهة المائية نهائياً لأنها تنظيم المدينة أن هناك منطقة الخليج والشاطئ والكرنيش ثم منطقة حدائقية يليها سوق واقف التراثي ثم ساحة هي الساحة دي يعني خططناها قريباً للربط ما بين مشروع السوق ثم مشروع مشيرب فمشروع مشيرب يعتبر في عمق المدينة ولم يحرم السكان على الإطلاق من الوجهة المائية الارتفاعات يا دكتور كانت جزء من المعايير والدلائل الإرشادية بأن النسق الأساسي كان كلما اقتربت من سوق واقف الذي تتحكم فيه الارتفاعات البسيطة الدور والدورين والثلاثة أدوار يجب أن تتواضع وكلما تبتعد عن سوق واقف يحق لك الارتفاع فحدث في أعتقد السوق العامة للمشروع كانت توضح يا دكتور أن فيه نوع من أنواع الارتفاع التدريجي للخلف لأن المنطقة الخلفية هي الأبعد عن المنطقة الحساسة التي يقع بها السوق التراثي سؤال حضرتك الحقيقة مهم جداً اللي لي علاقة بأنماط السكن وأنا أتفق مع حضرتك أن هناك ما زال رغبة في فكرة البيت وأنني يجب أن أملك بيت وأن كلمة سكن في السياق الخليجي معناها البيت ولا يوجد تنازل عن هذا ولذلك المشروع به بعض الأنماط لتشكيلات من البيوت لكن هذه البيوت متدخلة ومتركمة وتعيد سياغة فكرة الفريج القديم في المدن الخليجية ثم استشراف للتغير السلوكي الذي سيحدث في العائلات الخليجية والقطرية وخاصة الشباب وهو أنه حتماً سيبدأ الانتقال إلى فكرة الشقة إلى فكرة الوحدة الصغيرة لكن هذه الوحدة الصغيرة كيف وزي ما أنا بدأت المحضرة على فكرة كورونا كيف يوجد بها ملامح تجعلها سكن حقيقي وليس فقط وعاء للحماية أشكرك جزيلاً يا دكتور أحمد وربي بارك فيك شكراً جزيلاً يا أستاذنا ربنا يديك الصحة والعاف شكراً شكراً دكتور أحمد شكراً 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 على سبيل المثال كيف بعدت من القاهرة العربية الرائعة إلى هروب من معالجة واقع إلى مدن جديدة وهي فكرة تفكيكية واضحة جدا أو سبيرو إذا نصح التعبير وسؤالي أين يقف منظور الرؤية العمرانية للمدينة العربية بشكل عام وبشكل خاص في مدن الخليج اليوم وخاصة أن هناك نظريات عمرانية العمراني الحديث ساعدت في تدفق وتقيير فكري واضح مما انعكس أيضا على المشروع الذي تفضلت فيه المشيرب في معالجة البابلك ريم وعلاقته بالمكون العمراني على مستوى يعني محلي أو مستوى عالمي من منظور تصميمي وصياقة هذه الفرقات بنظريات قائمة حديثة حديثة ومن مكاتب عالمية أيضا وأنا أهنأ هذا الفهم أو توصيل الفكرة الذي يريد فيها رأي المشروع إلى المكاتب العالمية لإنتاج نسيج عمراني متضام له علاقة على سبيل المثال سوق واقف وبالتود اللي هو فكيف يمكن قراءة المستقبل المدينة العربية تحديدا والخليجية من هذا المنظور وشكرا لك دكتور علي الصوت أيوة شكرا أخوية دكتور سامي يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا على كلمات حضرتك الطيبة وأنا يعني الحقيقة أنا بقولش الكلام اللي حضرتك قلته ده سؤال يا دكتور أنا بعتقد اللي حضرتك قلته هو جرس تنبيه يضاف إلى ما أحاولت أن أنبه لي وأنا بستشفم كلام حضرتك يا دكتور سامي الظاهرة اللي أنا بأسميها استسلمنا للمنتج الغربي نحن ما زلنا لا نملك الثقة في أنفسنا بعد كل هذه السنوات وكل هذا التعلم وكل هذا الخبرات المملكة العربية السعودية الآن فيها يمكن خامس أو سادس جيل من المعماريين والمصممين مصر نفس الكلام المغرب وتونس الدوحة يمكن تاني جيل البحرين فيهم دلوقتي ما شاء الله يمكن الجيل التالت من المعماريين والمعماريات أنا اللي بحاول أقوله يا دكتور سامي المعماري والعمراني المحلي يجب أن يكون له صوت حتى حين يتم استدعاء المعماري العالمي القضية دكتور سامي وأنا أتفق مع حضرتك تماما أن أي محاولة للصياغة مستقبل للمدن العربية والمدن الخليجية لا يجب أن تتم بمنأة عن صوت عالي ومتزن ومتعلم وواثق من نفسه من المعماري والعمراني المحلي ليس فقط على مستوى المواجهة مع المعماريين الغربيين لكن حتى أيضا على مستوى مواجهة الحركات الفكرية يعني عندما نتحدث مثلا كما طرحت تفضلت حضرتك حركة النيو إيربانيز أو دلوقتي مثلا الموضة اللي الناس كلها بتكلم فيها بلايس ميكين صناعة المكان أنا بتاع صناعة مكان أنا صناعة مكان مش معقول يا دكتور سامي كل ما الخواجه يقول لنا كلمة نمسك فيها بأيدينا وسناننا إحنا نملك أنا عايز أقول لحضرتك أنا أعدت في كذا ورشة تصميمية مع المعماريين والمخططين اللي أنتجوا هذا المشروع وقلت لهم أنتوا لازم تعترفوا أنكم تعلمتوا مننا أكتر ما إحنا تعلمنا منكم قالوا لي أيوة قالوا لي نعم وهذا الكلام موثق يا دكتور سامي أنا نفسي أن احنا كلنا نصل إلى هذه المستوى من الثقة ثم النقطة الأخيرة يا دكتور سامي هي أن متخذ القرار في المدينة العربية يجب أن يؤمن بضور المخطط يجب أن يؤمن بضور المعماري يجب أن يؤمن بضور العمراني ونتوقف عن فكرة الباشا قال نعمل هذا هنا والسيادة المشعارف مين قال نعمل ده هنا والسيادة علان قال نعمل ده هنا ثم نبكي على النتائج التي لا تتوافق مع احتياجات المجتمع ولا تتوافق مع ما نصبه إليه ونطمح إليه شكراً قزيلاً أخويا دكتور سامي يعطيك ألف عافية شكراً دائماً إضافاتك جميلة دكتور علي ومحدثك سامي الحداد أنا فقط عندي ماجستير في العمارة والنغد والتاريخ ولكني استفدت منك كثير جداً جداً دكتور قيس تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام دكتور شكراً على هذه المداخلة شاركت البارحة وقد تطلقتي لبعض النقاط وذكرت تونس سيد أبو سعيد إلى غير ذلك ربما سأعيد نقطة نقطة المعماري الغربي والمعماري العربي المعماري هو وليد ثقافة وبيئة المجتمع الذي يعيش فيه لذلك تكون إضافة المعماري العربي في بيئته أكثر نفعاً وأكثر إيجابية منها المعماري الغربي هذه النقطة نقطة لأردت يعني أطرح فيها سؤال هل أن المشروع الذي أنجزه هو نتيجة وعي يعني الحكومة أو الدولة أو القيادة القطرية بضرورة أو بالخوف على يعني خسارة أو ضياع الهوية أو هو نتيجة وعي المواطن أو حنينه إلى الماضي هذا من ناحية من ناحية أخرى لأن هذا المشروع اعتمد على مواد يعني أظن أن مواد يعني مستوردة هل في جزء من هذه المواد تم استعمال مواد يعني تقليدية يعني تقليدية يعني تخص المنطقة ثم أظن أنه هناك غياب لبعض العناصر المعمرية التي تختص بها يعني منطقتنا العربية والخليج مثل المشربيات مثل القباب مثل الأقبية المتقاطعة الأقبية التولية ثم هناك المساحات الخضراء التي يعني قمنا بمشاهدتها هناك غياب لعنصر نجده في كل الدول العربية والسعف أو النخلة أو الجريد يعني في المناطق الخضراء لم نرى هذا شكرا دكتور عايشك عايشك أخويا قيس يعطيك العافية حبيبي طبعا أنا مصري عايش في قطر والناس ساعات العملية دي بقت حساسة شوية لكن كوني مصري وعايش في قطر ما يمنعش أن أنا أكون محق وكون صادق وكون صريح وجزء من صدقي وصرحتي أني أقول لحضرتك أن هذا المشروع البزرة الأساسية له انطلقت من سيدة أولى أنا أعتقد أنها من السيدات الأولى الفارقات في الشرق الأوسط وهي سمو الشيخة موزة سمو الشيخة موزة هي سيدة اهتمامها الأول والأخير هو العمارة العمران الثقافة الجمال التعليم البحث الانطلاق إلى العصر المعرفي ولذلك يدهش حضرتك أن البزرة الأولى لمشروع مشيرب كان من حوار ترقصته الشيخة موزة وتساءلت تساءلت كيف نعيد أهل الدوحة إلى قلبها القديم مجرد طرح التساؤل يا دكتور مهم جدا جدا وهنا تبدأ الجهود المعمارية والعمرانية والفكرية والثقافية والفلسفية لكن المهم أن القادة يطرح التساؤلات الصحيحة ويطرح التساؤلات الملهمة إذا جاز التعبير إذن الإجابة يا دكتور أن البزرة انطلقت من سمو الشيخة موزة ثم تبنتها أجيال مختلفة من المفكرين والباحثين بعضهم محلي وبعضهم عالمي بعضهم عربي وبعضهم دولي وانتهوا بهذه الرحلة اللي أنا وريتها لحضراتكم طبعا موضوع مواد البناء التقليدية باستثناء بعض الصخور اللي موجودة في المنطقة أو اللي كانت بتستخرج من البحر مواد البناء في كل الخليج كانت بتستقدم من الخارج عشان كده أنا كنت دايما بتكلم على الموجات الأولى من العولمة يعني الهند وإيران وزنزبار وخلافه هي اللي كانت بتمد هذه المدن بمواد البناء لكن القضية مش بس مواد البناء التقليدية لكن اللغة التقليدية اللي أنا أحبيت أطرحها لحضراتكم طبعا ملاحظة حضرتك بالنسبة للقباب والقبوات والمشروبيات هنا تبدأ عملية التمايز أخويا قيس لأن مش كل المدن الخليجية وأنا شايف مثلا بروفسور جلال عبادة موجود معنا اليوم جدة مثلا فيها تشكيلة مذهلة من المشروبيات لأنها ارتبطت بحالة مختلفة من حالة عمارة البحر الأحمر والتواصل مع مناطق مثل اليمن وسواكن وأيضا القصير وسفاجة في مصر وامتدادات ثقافية ورحلات بحرية من نسق آخر إنما في مناطق مثل مثلا المنامة أو الدوحة القديمة لا تجد فكرة القباب والقبوات إلا في مناطق بسيطة جدا مثل المساجد لأن الأصخف كانت دائما أصخف خشبية بتعتمد على الخشب الدنجل اللي هو بيجي في معظم الأوقات كمان مستورد من دول التجارية مختلفة شكرا جزيلا عايشك أخويا قيس السلام عليكم يا دكتور السلام عليكم الدكتور الشيماء مع حضرتك السلام عليكم يا دكتور الشيماء إزاي حضرتك أهلا وسهلا أنا أنا بظهر لتاني يوم على التوالي يا دكتور حاجة متعبة قوي العفو والعفو والعفو أنا كده زرت المكان من خلال رؤية حضرتك واستمتعت بصراحة بعرض المشروع يعني حاجة جميلة جدا بس كان عندي أسئلة يعني هل كان في بدايل أو اقترحات للمشروع من قبل العدد الكبير للمخططين والمصممين المشروع لأن الأكيد فيه مسج فيه الأفكار أو اختلاف الأفكار نتج عنه مشروع زي دوت يعني البداية نفسها هل فيه كانت اقترحات نقطة تانية طبعا التوجه كان رائع جدا لأنه هو فرض سيطرته بقوة على المدينة أنه هو يكون الاتجاه للمدينة بشكل وخد شكل مختلف وأقنع أو لعب على سايكولوجية الإنسان ورجعه تاني لأصله دي كان مفاجأة للوصول للنتيجة دي فهل برضو الدراسات والاستبيانات لرصد إحساس الأشخاص وتأثرهم باختلاف المكان هل ده تم لفترات يعني هل ده نتاج الفترة زمنية مختلفة بحيث أنه هو ده هيبقى انتباع الناس على مدة أطول كمان مش لمدة محددة ويرجعوا تاني لفكرة العولمة أو التأثر بالثقافة الأوروبية تالت نقطة يا دكتور برضو أتكلم على الفكر المستدام يعني إحساسي أن استخدام الأفنية أو الحارات الضيئة بين الشوارع والقاصرات الكتير ده جزء كبير من الفكر المستدام ومش متوقف بس على استخدام المواد سواء كانت هي مستوردة أو غير مستوردة الفكر كلها هو تطبيق الفكر المستدام في مباني بسيطة ارتفاعاتها محدودة تمث الأشخاص بيكونهم ده أصلهم فدي نقطة كانت رقعة في المشروع وشكرا يا دكتور للإطالة الله يخلي حضرتك يا دكتور ده أنا اللي متشرف بتساؤلات حضرتك أو بالأحرى ملاحظاتك الجميلة يا دكتور بالنسبة يا دكتور لفكرة المعماريين والتعامل معهم الواقع إن المعماريين ما كانوش بيقدموا بدائل لكن الرحلة التصميمية كانت لطيفة في إيه أنت بيقدم ليكي مستندات بها مرجعيات ودلائل إرشادية تخططية وعمرانية وأيضا بيقدم ليكي مستندات لها علاقة باللغة المعمارية حضرتك بتبدأي تشتغلي في مكتبك لمبنى معين أو لمجموعة معينة من المباني ثم تعقد مجموعة من الورش التصميمية يعني أنا حضرت بعض من هذه الورش التصميمية والهدف من هذه الورشة أن يقدم لنا المصمم دلائل ارتكازه على المراجع التصميمية والتخطيطية والإرشادية إذا تمكن من أن يوضح لنا هذه الدلائل ومنعكسة على التصميم لا يحتاج لبدائل ولا يحتاج لمخترحات إذا العملية التصميمية كانت غير تقليدية بمعنى أن مش كل مصمم جايب بقى بديل تراسي وبديل عادة بديل عولمة وبديل بدون عولمة بديل عولمة زيادة وبديل عولمة دبل لا ما فيه لأن أنا بأعتقد أن الكلام ده بيقى مضحك أما بسمع عنه في مشروعات أخرى بحيث أنه مضحك وبيحصل نتيجة غياب المرجعية لكن عندما تقدمي حضرتك مرجعية بمستوياتها العمرانية والتخطيطية وأيضا مستوياتها المعمارية هنا المعماري يبدع من خلالها ثم يقدم دلائل لارتباطه بهذه المرجعيات في ورش العمل وهذا ما كان يتم في هذا المشروع أنا كمان باتفق مع حضرتك تماما المشروع لم يفتتح بالكامل ولم ينتقل إليه الناس بالكامل والوحدات التجارية جزء كبير منها لسه في محلة الإعداد والتجار بيوضبوا أشياءهم وخلافه فأنا بعتقد وبقول كده من مسئوليتي كمان كناقد أن عملية النقد يجب أن تكون عملية يقزة ومستمرة يعني أنا بعتقد أن هذا المشروع يستحق أن أنا أعمل عنه محضرة كمان سنة وأعمل عنه محضرة كمان سنتين وأعمل عنه محضرة كمان خمس سنوات لكن المهم أن خلال كل هذه الأطر الزمنية يكون هذا المشروع خاضع للمراقبة وللفحص وللتساؤل وللاقتراب من المجتمع اللي بيزوره أو المجتمع اللي بيسكن فيه أو المجتمع اللي بيعمل فيه لنتيقن من نجاحه شكرا جزيلا دكتورة شيماء العزيزة دكتورة مروه السلام عليكم يا دكتور سلام عليكم السلام عليكم باشمهندس عمر وجميع الحضرين طبعا مش أطيل في الشكر يا دكتور لحضرتك على المحضرة الأكثر من قيمة وأكثر من رائعة دي يعني أنا القلم تقريبا منزلش من إيدي الحقيقة دكتور لفت نظري جدا أن مشروع المشارب وأنا هتخطى فكرة الانبهار الشخصي بيه وأتكلم عن ما لفت نظري فيه عمليا يعني أنا معرش ده يعني ربط صحيح ولا لأ لكن طول ما حضرتك عمال بتشرح ناصر المشروع أنا راحت دايما ذهني كان فيه لقاء لدكتورنا أستاذنا الكبير أطال الله عمرو أستاذ عبد الحليم إبراهيم دكتور عبد الحليم إبراهيم في استضافة دكتور عبد الوهابي المسيلي بعد نيله جائزة الأغاخن لمشروع الحض المرسود الحقيقة كان لقاء يعني دافئ وحاميم جدا وربما معظم حضرتكم تكونوا طلعتوا عليه طول ما حضرتك بتشرح عن ناصر المشروع أنا عمال ييجي في ذهني شرح دكتور عبد الحليم إبراهيم لأهمية القيمة المحلية وحتى كان بيستدل بنماذج حتى في أفريقيا وأماكن زارها في أفريقيا وما إلى ذلك فده بيوريني إزاي أنه سؤال الهوية أو سؤال الانتماء مش سؤال ترفي ومش سؤال فلسفي ومش بنكتب فيه كتب نقرحنا بنا وبين بعضنا بس كهضاعها بين قوسان يعني نخبة مثقفة أو ما يطلق علينا ما أصبح يطلق يعني من باب الوصمة حتى مش من باب التشريف ولا حاجة يعني فده لفت نظري جدا إزاي سؤال زي سؤال الانتماء الحقيقي والهوية الحقيقية تحول من سؤال نظري إلى واقع تطبيقي وإنه السؤال الإجابة عليه كانت بداية خروج مشروع أظن أنه مشروع يعني لافت جدا ويستحق أن جميع الأنظار تنظر إليه لفت نظري كمان فكرة أنه بداية البحثية دكتور يعني ده أمر لا يمكن أبدا تقليل حجمه ولا تخطيه ولا التعامل معه بعادية يعني فيه كم مشروع في الدنيا يتعامل بالشكل ده أنا كشخص يعني مهتم بالمجال البحثي وأتشرف أن أنا أكون بعمل فيه يعني ربما يكون معداش علي أو ربما برضو ده يكون قلة الطلاع لكن أن أنا أشوف مشروع بدأ بـ 3 سنوات من البحث العلمي ده يخليني أتوقف يعني يعني مش هقول بس بانبهار لا لازم أتخطى مرحلة الانبهار أنا حاليا فيه جزء انبهار شخصي بحاول أن أنا أتخطى باستخراج القيمة العلمية إزاي أنا البحث اللي أنا بعمله أنا عارفة أن أنا بقدمه حضرتك عارف الواقع البحثي إزاي ده هيتطورني أنا كباحث لما عرف أن البحث اللي أنا بعمله مش هاخد به درجة ويتحط في الدرج مش هديل زملائي في نطاق الكلية بتاعتي ومش هيطلع برة كده إزاي البحث العلمي الرابط ده ما بين الواقع والبحث العلمي وهو ده المفروض وهو ده الأساس وهو ده التأصيل طول ما إحنا عايشين في مجموعة من الحلقات المفرغة في دائرة بحث علمي شغالة وحديها في دائرة تطبيق شغالة وحديها في دوائر بتستتبع العالمية شغالة وحديها دائرة بتقرأ في التراث وبتعيد رؤية التراث شغالة وحديها أعتقد أن المشروع ده مثال يعني أكثر من رائع على دمج هذه الدوائر وتقريب حلقات الوصلة اللي المفروض ما كانتش تكون مقطوعة ده الحقيقي وده الأصل في الأشياء الاتصال وليس الانفصال كمان يا دكتور لفت نظري وأنا واحدة يعني أعتبر نفسي أن أنا بنت للمدينة الخالجية لأن أنا ولدت في الكويت وعشت حتى الآن أقرب من نصف عمري فيها فأدر ألمس أنه جانب الانبهار أو جانب الشغف بالنموذج الغربي خد وقته عند المدينة الخالجية وفعلا أي شيء خارج عن فترة الإنسان مهما طال الانبهار بي بيبدأ يفقد هذا الانبهار بيبدأ يخفض لأن دي طبيعة الإنسان الإنسان حتى بمصطلح لدكتور طايق البشري بيسمي دوائر الانتماء الإنسان بيتشكل من دوائر الانتماء وحكته للانتماء حاجة فطرية وجبلية في خلقة الإنسان أنا بدور على حي أنتمي لي على نادي رياضي أنتمي لي ثم أبدأ أكبر في الدوائر لحد ما أنتمي لوطن لأنتمي لبلد أنتمي لدين أنتمي لفكرة فالانبهار بي النموذج الغربي في المدينة الخالجية فعلا الإنسان المواطني الخالجي بدأ يشعر بغربة وبفقد للألفة كبيرة بين النموذج اللي هو نفسه في الأول كان منبهر به فأنا بشوف من واقع حتى الناس اللي أنا عرفها بعدما كان بيدور على أعلى طابق في أعلى برج هو دلوقتي مل منه فعلا لأنه دي فطرته ده انتماءه الأصلي بدأ يشعر بغربة ما بينه وما بين النموذج المستورط مش بس نستالجيا لا الموضوع تعادى فكرة الحنين أو الاشتياق للماضي هو بيعود لأصله لتركيبه وأرجع أقول أن دي من يعني مما باهى ربنا سبحانه وتعالى بيه خلقه إزاي خلقهم مختلفين في إنسان هو يعني هو في الأول والآخر عنده الميل هو بينصب الخيمة في مثلا في في مواقف الفرح أو كده بيعود حتى الآن أنه ينصب الخيمة آه بيحط فيها مكيف وكده لكن ماضيه وتركبته وتكوينه الأصلي هو ما يشعره بالرضاء هي دي النقطة اللي هو بيلف ويحم كثيرا برها ويرجع لها تاني فده بذكرني جدا أن الهوية ليست سؤال فلسفي وليست طرف فكري وليست منقشة يعني تضع في الدرج وتغلق لا هي خرجت للنور فعلا وخرج منها مشروع مشرف للغاية وأتمنى أنه يكون يعني ما يكونش الوحيد والمتفرد في الوطن العربي أسف جدا للإطالة وشكرا جزيلا لحضراتكم شكري العميق يا دكتور لحضرتك شكرا جزيلا والله يا الدكتورة مروى أولا أنا شكر لحضرتك لسبب ليس له علاقة بالمحضرة أنا كل ما باستمع لمحضرات حضرتك أو مداخلات حضرتك يعني أشعر بالامتنان لحرسك الشديد على استخدام اللغة العربية بصورة أنيقة وصورة تدل على تزوقك الجميل لهذه اللغة البديعة اللي احنا بنملكها أنا بشعر بالأسى أحيانا والناس بتتبارى لكي تشعر الناس أنني لا أعرف العربية ولا أتحدث باللغة العربية والناس اللي بتكتب لغة إنجليزية باللغة العربية ولغة عربية باللغة الإنجليزية وحاجة تتعب الأعصاب فأنا اللي بشكر حضرتك الأول وطبعا حضرتك يعني ما طرحتيش أسئلة حضرتك عملتي مدخلة شديدة القيمة أنا فقط عايز أعلق على بداية هذه المدخلة واللي ليها علاقة بمستوى الحوار ما بين اتنين من أهم أسدتي أستاذ في العمارة وأستاذ في الثقافة والمعرفة البروفيسور عبد الحليم إبراهيم ربي يعطيله طلط العمر والصحة والمرحوم الغالي بروفيسور عبد الوهاب المسيري فكرة أن يلتقي اثنين من هذا الوزن ويتحدث في حوار معماري عمراني إنساني فلسفي هذا هو ما نفتقد اليوم إحنا محد مننا بيتكلم أفكار عميقة الناس بتقوله أنت هاتت فلسف أنا مش بتكلم على السوق أنا بتكلم حتى جوى الحرم الجامعي هل يعقل عندما يحاول معماري أو عمراني أن يعمق أفكاره ويعمق حديثه يتهم بالفلسفة إحنا يجب أن ننتقل إلى منطقة عميقة من التفكير أنا أيضا شاكر جدا دكتورة ماروة أن حضرتك التفتي إلى الفكرة التي أكدت عليها أكثر من مرة وهي أن المشروع بدأ برحلة بحثية وهذه الرحلة البحثية استمرت لمدة ثلاث سنوات إحنا عندنا عاصمة في مصر عايزين يبنوها كلها في ثلاث سنوات يعني أنا بقدم لحضرتك هنا مشروع التفكير فيه وإنتاج معاييره العمرانية والتخطيطية والمعمارية ولغة المعمارية استنزف ثلاث سنوات لكن تأملي حضرتك المنتج اللي أنا شرحته اليوم مقابل عاصمة إدارية جديدة لدولة مثل مصر يطلب أن تبنى وتخط تصمم وتخطط وتبنى في ثلاث سنوات هذا بيذكرني يا دكتورة بواحد من أهم الاستشاريين الألمان اللي جاءت له فرصة أن يعمل في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وأنا كنت بعمل معاي يعني مقابلة وسألته ما هي انطباعاتك قال لي أنا هكلمك بكل الصدق أنتوا في الشرق الأوسط بتفكروا في ثلاثة أيام وتبنوا في ثلاثين سنة إحنا في ألمانيا بنفكر في ثلاث سنوات وبنبني في ثلاث شهور يعني الراجل باختصار يا دكتورة قال بالضبط اللي حضرتك بتقوليه إحنا بنسقة البعد الفكري بنسقة البعد الفلسفي بنسقة رحلة البحث وهذا الذي أنتج الفقر المعماري والفقر الإبداعي والفقر العمراني الذي تعاني منه كل المدن العربية والخليجية إذن أنا بأؤيت حضرتك تماما أننا يجب أن ننتقل إلى حقبة أخرى فيها هذا التعميق فيها الوقف النقف بجوار الإنسان وجوار المجتمع لا يمكن أن نلوم الإنسان أنه يطلب فيلا في كاليفورنيا وإحنا اللي بنصمم مباني شبه المباني الغربية عشان كده بقول لحضرتك مشروع مشيرا بتحول إلى مرجعية بصرية جديدة لأنه أدم البديل للمجتمع شكرا جزيلا دكتورة ماروة وربنا يخليك يا رب ويسعدك شكرا دكتورة دكتورة مينا الله يعطيكم العافية أنا دكتورة لمزاغة من الأردن شكرا على المحاضرة القيمة عندي استفسار هل تمت عمل دراسات ما بعد الإشغال يعني بتغطي محاور البيئة المبنية والدراسات جغرافية واقتصادية واجتماعية وإيش هي النتائج إذا تمت هاي الدراسات شكرا يعطيك ألف عافية دكتورة لمزاغة أنا أشرت الحقيقة في تساؤلات سابقة عن هذا الموضوع أن المشروع لم يفتتح بالكامل لكن بدأ أعمال استقصاء رأي في مجموعة من المقابلات الشخصية بتتم في مجموعات من ورش العمل اللي بتقام مع بعض ما ننتقل بالذات من الأنشطة الترفيهية والتجارية في مراقبة لتفاعل الناس مع المكان لكن أنا أعتقد أننا لازم كما شرحت سابقا بنعطي بس إطار زمني أطول يا دكتورة عندما تكتمل أجزاء من المشروع ينتقل السكان بعض الفنادق بدأ يتم عليها في ثلاث فنادق تم افتتاحها في المنطقة المتاحف أيضا تمع إجراء الكثير من الدراسات عليها والحقيقة كما ذكرت في مداخلاتي السابقة حتى الآن الدروس الأساسية هي الدروس اللي حاولت أن أنا يعني أشرك حضراتكم فيها عندما تحدست عن فكرة المستوى الجديد من الانتماء اللي أصبح أفراد المجتمع بيشعروا 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 أنه ده مكانهم لأول مرة في الدوحة الناس بتتكلم على مكان غير أنه هو يكون مول تجاري يعني فكرة أن الناس تنتمي إلى مكان مثل سوق واقف أو مشروع مشيرب كان الحقيقة مستوى جديد من الانتماء أو مستوى جديد للعلاقة ما بين الإنسان والمكان كلمت حضرتك أيضا على تأثير المشروع في فكرة العودة إلى قلب المدينة وخاصة من الأجيال الجديدة أيضا فكرة أن المشروع خلق مستوى جديد من الفخ ليس له علاقة بأن إحنا عندنا أطول برج في الخليج أو عندنا أكبر مول في الخليج لكن إحنا عندنا مشروع مرتكز على تراثنا ومرتكز على أصالتنا لكنه مشروع له لغة حداثية وله تصور جديد فدي بعض النتائج اللي بدأنا نجمعها في الوقت الحالي لكن مزيد من الدراسات طبعا مطلوبة وده اللي أنا قلته أن الإطار الزمني القادم سيكون فيه مزيد من الدراسات والفحص والتحليل شكرا دكتور علامة ويعطيك ألف عافية السلام عليكم أولا بحب أشكر بمقاربيا على المحاضرة الجميلة دي طبعا أحب أزيد في شكري للدكتور علي يعني أنا فخور جدا بالدكتور علي دكتور مصري يعني وحزين على جزء كبير برضو من الدكاترال في مصر يعني كان نفسي أشوف دكتور علي كتير في مصر بس يعني ربنا يبارك لك يا دكتور أنا زورت مشارب بس قبل المحاضرة دي بعد المحاضرة دي هنزلك ضرحة تاني غيرت الرؤية الغصرية تماما اللي كانت عندي مهندس شادي عبدين مهندس شادي عبدين لا لا مهندس شادي محمود بس كان في عندي كذا في الصرية دكتور بالنسبة للمدينة المتضامة هل تم دراسة إزاهي عمله كنترول على المجتمع اللي هيسكنت في مدينة مشارب يعني ما ينفعش مثلا الوحدة بتاعتي أو السكن بتاعي في مدينة مشارب ويبقى المكتب بتاعي مثلا في الخليج الغربي ومدرستي مثلا في مدينة تانية أو بنشرها مسافة أكبر فكده العلاقة أو الكونسلت الرئيسي في مدينة مشارب وشايفوا من الحاجات الرئيسية أن هي تبقى مدينة متضامة مختلف تماما عن فكرة الكونباونس أو الكونباونس عموما يعني فدي إزاي طريقة الربط فيها وإزاي هيحصل الكونترول طبعا المعماري بيصنم بس دايما بحس أن في حاجة اسمها روح المكان فروح المكان ده هيبقى ماشي إزاي ودي مش عارف إزاي المصنم بيضمنها بعد تشغيل المدينة دي أول نقطة الثاني نقطة بعد ما استخدمنا اللغة المعمارية لمدينة مشارب وأنا ماشي حستي ماتاها شوية يعني زون واحد قريبين زون أربعة لأ أنا طلعت في زون خمسة فدي هل كانت المشكلة معايا مثلا ما درفتش الموضوع أو في الوقت اللي أنا لازلت فيه ولا هيا فعلا فيها المشكلة دي وثالث سؤال لي ما بعد مدينة مشارب يعني التصميم رائع جدا 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 وفخور كمواطن عربي بحاجة زي كده بتحصل في الدوحة بس هنعدي الطرق تعتمدينة مشارب هل بحضرتك أنا عارف إن أخضرتك شعبان في هيئة التخطيط اللي عمراني الزيدة بتفتني كويس جدا في المنطقة دي إن حاجة زي الدوحة أويسس إعلاقتها بمدينة مشارب يعني شايف مشاريع مستثميم قريبة نوعا ما من المنطقة بس مالهاش علاقة بمدينة مشارب ومتزامنة في نفس الوقت مع مدينة مشارب ومختلفة في الفكرة فما بعد مدينة مشارب بنحس التخطيط هل هيستمر الوضع ولا هتبدأ من الدين بزرة وتجبر لحد ما تصلح شجرة فالزون بتاعها هيجبر وياسف لإطالتي وآخر حاجة بحفة أشكر حضرتك على المحاضرة الجميلة دي داي شكرا شكرا جزيلا أخويا شادي وطالما يعني أنت عارف إن أنا ما بعرفش روح مصر وحضرتك موجود في الدوحة يبقى لازم تقبل إن أعزمك على القهوة ونقعد نتكلم أكتر فأتمنى إن وقتك يسمح وأنا فخور بيك وفخور إن أنت معماري مصري موجود هنا وبتساهم في البلد وهيشرفني شرف كبير جدا إن أبقى معاك بالذات إن إحنا بالذات إن إحنا نقعد نتكلم على فكرة ما بعد مشيرب لأن دي هيبقى حوار طويل شوية وأشك إن وقت الناس يسمح لأن إحنا يمكن وصلنا للساعة عشرة دلوقتي لكن أنا عايز أركز على النقطتين الأساسيتين اللي حضرتك قلتهم في البداية فكرة المدينة المتضامة وأنا متفق معاك ولذلك المدينة متعددة لاستعمالات مدينة مشيرب ليست مدينة سكنية كل ما يمكن أن يجعلك تقدم منظومة أن تعمل وتسكن وتتصوق وتترفه وتتنزه في نطاق محدود يمكن أن يتم سيرا على الأقدام أو باستخدام المواصلات العامة هذا هو قلب مفهوم المدينة المتضامة وده للعالم كله بيحاول يعمله في مدن دلوقتي في أوروبا بتعلن أنها سنة عشرين خمسة وعشرين عشرين تلاتين عشرين خمسين لن تدخلها سيارة واحدة متخيل مدن أنا بتكلم على مدن كبيرة بتكلم على هلسينكي عاصمة فنلندا بتكلم على مدينة زي ميونخ في ألمانيا إذن أنا موافق حضرتك أن فكرة المدينة المتضامة يجب أن يتوازى معها أنها مدينة متعددة لاستعمالات وتستجيب لاحتياجات الإنسان الكلام البديع اللي حضرتك قلته على روح المكان وأنا موافق حضرتك إنما القضية هي أن إحنا كمعماريين نبزل أقصى الجهد من خلال خلق العمارة والعمران التي تمكن الإنسان من صبغ القيمة الروحية وإعطاء روح وشخصية للمكان أنا من الناس المؤمنة أن روح المكان هي تفاعل ما بين الإنسان والمكان نحن لا ننتج الإنسان ولكن ننتج المكان وبالتالي إذا حرصنا على أن هذا المكان يستوعب الإنسان يستوعب تقوسه يستوعب جمالياته يستوعب أنشطه يشعره بحميمية معينة سيتمكن من أن يضع بصنته ويتحول المكان ده إلى مكان له روح وله شخصية وله مزاق مختلف وأنا منتظر تواصل معاك يا شادي نشرب الأهوة مع بعض ربنا يوفقك يا حبيب الله أكبر فيه سؤال عشاد هل ما حدث من أوراق ومشاريع الطرق في الدرس الخلفها اللي هي الأوراق العقوميش ممارت فيه سابقون يمكن أن يتم تحويله أو تغيير ملامه بصابة الهوية والطلاص والبيئة أما أن ينتهي دي الأمر إلى البلدوزر أو تفقه بكلية أو إنشاء مشاهدات جديدة للمفهيم المحضرات إيه اللي هينتهي البلدوزر يا دكتور يا عمر أو بكلم الدكتور عن الأبراج المقودة لا 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 الأبراج دي ما ينفعش نعمل فيها بلدوزر ده أنت بتكلم على استثمارات بمليارات والاستثمارات دي فيها أنشطة وفيها أنشطة اقتصادية وكمان هي بتعبر عن مرحلة من مراحل تقدم الدولة أنا مش بقول أن التنمية العمرانية الرأسية خاطئة أنا بتكلم على أن الإنسان يتحول أو أن المدينة تتحول إلى أن الإجابة الوحيدة لعمارة عمران المدينة هي التنمية الرأسية الواجهة الخليجية الموجودة في منطقة الخليج الغربي في مدينة الدوحة تعبر عن حقبة عولمية حداثية مهمة مرت بها المدينة وأنتجت عمارة وعمران له قيمة معينة لكن القضية المهمة هي أن جاءت لحظة الاستفاقة جاءت لحظة أن نتوقف وأن نبدأ نبحث في مباحث جديدة هي التي ننتج منها عمارة وعمران المكان والإنسان إنما فكرة أن نحن نروح على الساحل ونضمره بالبلدوزة أنا أعتقد أنها تبقى صعبة شوية أنا عارف أن حضرتك ضد الفكرة دا بس هو سؤال عشاد وفيه سؤال آخر دكتورة إيمان لنجد بحيث الدكتورات في جزائر من روضة نظري المباني القديمة التراثية تقاس كلمتها بدرجة الصورة الزينية للسكان والسياع ورطيها مع الأنصصة التفاعلية أم أن هناك معايير خلاصية أخرى أنا أعتقد الدكتورة إيمان كانت المفروض تحضر محضرة مبارح لأنه إحنا كلمنا على الموضوع دا فأنا أرجوك بش مهندس عمر لو حضرتك في فيديو لمحضرة أمس لأن إحنا جاوبنا على الموضوع دا باستفرض أمس لو ترسله للدكتورة إيمان يبقى ممتاز والله ربي بارك فيها دي من الجزائر الخضرة محلاها الجزائر طيب في سؤال عند بش مهندسها شريف صدري سلام عليكم دكتور يعطيك العافية سلام وحمد الله وبركاته عم بحكي معكم من الأردن أسعد الله مساءك دكتور لو سهلا يعطيك ألف عافية الله يعافي عمرك يا ربي أنا حقيقة دكتور يعني كان في عندي تساؤلات إذا بتقبل إني أطرحها عليك يعني دائما في عنا سؤال إحنا بنواجهه يعني لماذا يجب علينا الإبقاء على الموروث المبني يعني كفلسفة الإجابة على هذا السؤال يعني كما أوجه الطلب في الجامعات مثلا هو أن الموروث دائما يعني يحتوي على إجابات لتحديات مستقبلية لا نعلمها بعد فأغلب الكورسز وأغلب المحاضرات توجه الطلبة لخلاف ذلك يعني توجههم للحفاظ على الموروث من باب أنه إنجاز كان في الماضي أو من باب أنه توجيه لتصور ذهني مثلا يعني تعزيز الولاءات القومية فأنا حقيقة يعني من خلال من انطلاقي يعني من خلال هذه الإجابة بأنه يملك الموروث حلول لتحديات المستقبل يعني أحب أن أسألك طب ما المانع إذا كان يعني هناك هدم لبعض هذا الموروث يعني مثلا عرضت حضرتك سور لبعض الأبواب القديمة أو المناطق القديمة يعني إذا كان هناك إجابات قدمها نفس الموروث في مكان آخر فلما نعمن هدم بعض هذا الموروث يعني في بعض الجزئيات وإعادة تطويرها أو إعادة حيكلتها بما يناسب تحديات العصر أو بما يناسب الحلول التي يملكها هذا الموروث حقيقة السؤال الثاني بالنسبة لعمارة الفكرة الأيكونية دكتور يعني أنا مش متابعة كثير حقيقة لحضرتك للأسف الشديد ندليت عليك حديثا لكن من خلال طرحك لمفهوم العمارة الأيكونية في الخليج يعني أحسست بأنك لديك يعني فكر سلبي حول العمارة الأيكونية أنا يعني يعني أتساءل يعني لماذا يعني تعرض هذا التصور للعمارة الأيكونية بهذه السلبية مثلا العمارة الأيكونية يعني ظهرت صحيح كرديف للإنجاز الاستعماري لمنطقتنا في الشرق الأوسط يعني امتداء من الكريستال بلس في لندن انتهان بما يحدث في العمران الخليجي وننساش كمان نمر على برج إيفل في عام 1850 لعام 1900 يعني كانت هذه العمارة الأيكونية مهمة لعرض التطور الصناعي والتركيز على ما يسمى بالماشين إيج دكتور أو عصر الآل أو عصر الأتمة فإذا احنا متلكنا مدينة مثلا يعني تعبر عن حضورها وفوتها في العمارة الأيكونية فأنا أعتقد أن هذا شيء جيد لأنه عبارة عن إجابة لتحدي معاصر ومستقبلي شرط أن لا يكون على حساب تفكيك الموروظ طبعا بشكل خاص يعني فلذلك يعني يبدو أني لم أفهم وجهة نظرك يريد أنك توجهني يعني حتى أقبلها كإجابة نقدي من حضرتك ونحكي رأي دكتور هو كذا وكذا السؤال للذلك بالنسبة لي موضوع الطرح المتكامل والرائع دكتور اللي طرحته حضرتك بالنسبة لمشروع سوق الدوحة والنقد الرائع أيضا يعني لماذا لا يتنطرحه من خلال ما يسمى بعمارة المستقبل في منطقة الخليج لماذا نكتفي فقط بطرحه وكأنه عبارة عن إجابات نموذجية لمشاكل واجهتنا في منطقة الخليج يعني أنا أرى أنك تستحق أن تقوم بالتنظير لهذا الإنجاز كعمارة المستقبل كجزء من مفهوم عمارة المستقبل في الخليج لأنها أقرب للرؤية المثالية والفاضلة من العمارة الغربية بالنسبة لمنطقة الخليج مثلا فهذا يعني أتوقع شيء مهم لأنه بقدم مادة دسمة للمعمارين الصغار اللي جايين يستلموا الرسالة من بعد إن شاء الله على خير وما بعرف إذا ممكن تتقبل سؤال أخير يعني إذا تتبعنا الحفاظ على المورود في منطقة الخليج وبلاد الرافدين نجد أنه بغداد في عصر ما قبل الحرب والفوضى يعني قدمت نموذج تخطيطي وعمراني رائع فيما يسمى بالحفاظ على المورود فإذا أردنا أن نعقد يعني مقارنة ما بين ما قدمته مدينة مثل بغداد مثلا ومدينة مثل الدوحة فما رأيك في هاي المقارنة مبدئيا ومن أهوى الأكثر نجاحا في الحفاظ على ساكنه الأصلي يعني أنا عندي رغبة أني أسمع وجهة نظرك حقيقة في هذا الموضوع وأشكرك جدا لأنك عبارة عن شخص متنبئ متنبئ في العمارة وفي النمط العمراني ولست مجرد ناقد سردي وأقبل أسئلتي وأكون شاكرا إلى لطفك الكريم شكرا للطفك دكتور شكرا أختي إيمان ويعطيك ألف أختي شيرين ويعطيك ألف عافية يا شيرين إحنا الأردن أنا أحب الأردن جدا جدا الأردن أنا ليا بيني وبين الأردن علاقة يعني أهلي بيتي الأردن مش أقدر أقولك يعني كيف بشعر بالحب وبالعطف وبالإحترام وبالتقدير وأنا في الأردن فأنت على راسي والأردن كل أهل الأردن على راسي وأي حاجة تسأليها أنا تحت أمرك وأنا أجاوب إجابات سريعة بس عشان أكون صادق معاك يا شيرين أسئلتك أسئلة عميقة وكثيفة وتحتاج إلى حوار مطول فأنا أرجوك أن نكون على تواصل وأخوي عمر عنده قنوات التواصل معايا سواء الإيميل ولا نعمل اجتماع مثلا مصغر أنا تحت أمرك وخليني أجاوب بس إجابات سريعة احتراما لتساؤلات حضرتك قضية الإبقاء أو عدم الإبقاء على الموروث المبني ودي طبعا قضية محتاجة حوار كبير جدا جدا لكن أنا مهتم هنا أختي شيرين بفكرة كيف نتعامل مع التراث كمنصة للإبداع المستقبلي كيف نبزل مجهود يتجاوز التكوين المادي لهذا التراث وأنا معجب جدا بالجملة اللي حضرتك طرحتيها الخاصة بأن قد يكون هذا الموروث به حلول للمستقبل وأنا متفق معاك 9250% لكن احنا ما بنبزلش هذا الجهد لأن علشان نتيقن أن الموروث به حلول للمستقبل ده لا يمكن يتم عن طريق أن احنا نعمل مشربية ونعمل عقد ونعمل فناء ده يجب أن يتم من خلال فهم علاقات فهم أنصاق فهم مفاهيم كيف عبر هذا التراث عن قيم وكيف يمكن أن نستنتج منه استنتاجات عميقة تنتج عمارة وعمران مستقبلي جديد أنا أيضا أختي الغالية لم أتناول العمارة الأيقونية بما طرحتي حضرتك أنا أوافقك على كريستل بالس وتعبيره الصناعي أوافقك على آيفل تاور وتعبيره لكن أما نتكلم على مشروع زي مشروع النخلة أو مشروع زي مشروع خريطة العالم في دبي دي تنمية عقارية أيقونية تنمية عقارية الهدف منها كان نريد أن يتحدث العالم عن مدينة فيها مشروع فيلات مشروع الفلات ده مبني على جذر مبعثرة لو خدت طائرة وحلقت فوق هذا المشروع هطرى خارطة العالم أو لو حلقت يمينا هطرى نخلة رقم واحد أو حلقت يسارا ترى نخلة رقم ثلاثة هذا المستوى من التنمية العقارية الأيقونية هو ما أرفضه في مشروعات الخليج وخاصة أنها تتم بتأثيرات بيئية سلبية جدا وردم للشواطئ وردم لمخلوقات وبيئات بحرية وخلافه وده ينقلنا إلى فكرة أن حضرتك بتكلميني على أن طرحك اليوم هو طرح عن المستقبل وليس فقط سردية لمشروع هو الواقع أن المحضر عن كده أنا بتكلم عن المستقبل أنا بتكلم على كيف نتعلم من الماضي ونسقطه على الحاضر ونستشرف منه مستقبل ونؤمن أن هناك إمكانية لإنتاج لغة مستقبلية النقطة الأخيرة دكتورة شيرين يعني مع كامل احترامي وتقديري أنا دايما بتسئل هذه النوعية من الأسئلة اللي ليها علاقة بي عايزين نقارن ما بين القاهرة والدوحة عايزين نقارن ما بين العراق والدوحة عايزين نقارن ما بين دمشق والدوحة وأنا أقول لهم حرام عليكم حرام عليكم نتكلم على مجتمع أنا وريت لكم صورة النهاردة من سبعين سنة ولا تمانين سنة كانوا وقفين يصطادوا سمك على البحر أو بياخدوا مركب يروحوا يصطادوا بيه سمك أنا أعتقد أن النظر المنصفة المنصفة هي إن إحنا نسأل نفسنا هذه الدول التي حباها الله سبحانه وتعالى بكم مزهل من الأموال هل تجاوزت حقبة أننا نصرش الأموال بدون وعي وانطلقت إلى مرحلة فيها بناء مؤسساتي فيها بناء معرفي فيها بناء إنساني الدولة اللي قدرت منهم تعمل ده أنا رأي إن إحنا ننحني ليها الدولة منهم اللي مستمرة في الإنفاق ببزخ على اللاشيء أنا رأينا تستحق أن نلومها لكن فكرة أن نقارن مدن الخليج سواء المنامة أو الرياض أو جدة أو الكويت أو مسقط أو الدوحة بمدينة في عراقة بغداد أو عراقة دمشق أو عراقة القاهرة أنا أعتقد أن هذا يبقى ظلم كبير شكرا جزيلا ويعطيكي ألف عافية دكتورة شيرين جزيلا جزيلا خير دكتور وإحنا أسفين تطولنا عن حضرتك تحت أمر شكرا جزيلا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للجميع سلام ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا